الشريط التاسع عشر الوجه الاول القسم الثاني الشمائل والصفات النبوية ما ورد في حسنه الباهر صلى الله عليه وسلم في صفة جسمه صلى الله عليه وسلم ولونه في صفة شعره صلى الله عليه وسلم صفة خاتم النبوة الذي كان الذي بين كتفيه صلى الله عليه وسلم ذكر اخلاقه صلى الله عليه وسلم وشمائله الطاهرة كرمه عليه الصلاة والسلام في تواضعه صلى الله عليه وسلم في مزاحه صلى الله عليه وسلم في زهده صلى الله عليه وسلم في عبادته صلى الله عليه وسلم في شجاعته صلى الله عليه وسلم ذكر صفاته صلى الله عليه وسلم في كتب الاولين قد صنف الناس في شمائله صلى الله عليه وسلم قديما وحديثا كتبا كثيرا مفردا وغير مفردا ومن احسن ما جمع في ذلك فاجاد ومن احسن من جمع في ذلك فاجاد وافاد الامام ابو عيسى محمد بن عيسى ابن سورة الترمذي رحمه الله افرد في هذا المعنى كتابه المشهور بالشمائل ونحن نورد عيون ما اورده فيه ونزيد عليه اشياء مهمة لا يستغني عنها المحدث والفقي ولنذكر اولا بيان حسنه الباهر الجميل ثم نشرع بعد ذلك في اراد الجمل والتفاصيل فنقول والله حسبنا ونعم الوكيل ما ورد في حسنه الباهر صلى الله عليه وسلم روى البخاري عن ابي اسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس وجها واحسنهم خلقا ليس بالطويل الباء ولا بالقصير وهكذا رواه مسلم وقال البخاري حدثنا جعفر ابن عمر ثنى شعبا عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين له شعر يبلغ شحمة اذني رأيته في حلة حمراء فلم ارى شيئا قط احسن منه قال يوسف ابن ابي اسحاق عن ابيه الى منكبيه روى الامام احمد عن ابي اسحاق عن البراء قال ما رأيت من ذي لمة احسن من حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين ليس بالطويل ولا بالقصير وقد رواه مسلم وابو داود والترمذي والنسائي قوله من ذي لمة في الهامش لمة بكسر اللام هو الشعر الذي يجاوز شحمة الاذن فاذا بلغ الشعر المنكبين فهو جمة انتهى الهامش وروا البخاري عن ابي اسحاق قال سئل البراء ابن عازم اكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف الهامش مثل السيف اي في صفاء في صقاله اي كالسيف المسقول يبرق ويلمع انتهى الهامش اكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف قال لا بل مثل القمر ورواه ترمذي عن أبي إسحاق السبيعي واسمه عمر ابن عبد الله الكوفي عن البراء بن عازب به وقال حسن صحيح روى الحافظ أبو بكر البيهقي في الدلائل أن جابر ابن سمرة قال له رجل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه مثل السيف قال لا بل مثل الشمس والقمر مستديرا وهكذا رواه مسلم وقد رواه الإمام أحمد مطولا الهامش سيأتي حديث مسلم بتمامه في صفة خاتم النبوة في هذا القسم انتهى الهامش وثبت في صحيح البخاري عن كعب بن مالك في حديث التوبة قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر وروا يعقوب بن سفيان عن أبي عبيدة بن محمد ابن عمار ابن ياسر قال قلت للربيع بنت معوذ صفي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا بني لو رأيته رأيت الشمس طالعة ورواه البيهقي من حديث يعقوب بن محمد الزهري عن عبد الله بن موسى التيمي بسنده فقالت لو رأيته لقلت الشمس طالعة صفة جسمه صلى الله عليه وسلم ولونه روى البخاري عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن قال سمعت أنس بن مالك يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير أزهر اللون ليس بأبيض أمهق ولا بآدم ليس بجعد قطط ليس بجعد قطط ولا سبط رجل ليس بجعد قطط ولا سبط رجل أنزل عليه وهو ابن أربعين فلبث بمكة عشر سنين ينزل عليه وبالمدينة عشر سنين وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء قال ربيعة فرأيت شعرا من شعره فإذا هو أحمر فسألت فقيل أحمر من الطيب وروى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم وليس بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله على رأس أربعين سنة فأقام بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين فتوفاه الله وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء وكذا رواه مسلم ورواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حسن صحيح وقال الحافظ البيهقي ورواه ثابت عن أنس عن أنس فقال كان أزهر اللون قال ورواه حميد كما أخبرنا ثم ساق بإسناده عن يعقوب بن سفيان عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمر اللون وهكذا رواه هذا الحديث الحافظ أبو بكر البزار عن أنس قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير وكان إذا مشى تكفأ وكان أسمر اللون ثم روا البيهقي رحمه الله عن أنس بن مالك يقول فذكر الحديث في صيفة النبي صلى الله عليه وسلم قال كان أبيض بياضه إلى السمرة فقلت قلت وهذا السياق أحسن من الذي قبله وهو يقتضي أن السمرة التي كانت تعلو وجهه عليه السلام من كثرة أسفاره وبروزه للشمس والله أعلم فقد روا يعقوب بن سفيان الفسوي عن أبي الطفيل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبقى أحد رآه غيري فقلنا له صف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان أبيض مليح الوجه ورواه مسلم ورواه أيضا أبو داود عن أبي الطفيل عامر بن واثلة الليثي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيضا مليحا إذا مشى إذا مشى كأنما ينحط من صبوب هذا لفظ أبي داود وقال الإمام أحمد حدثنا زيد بن هارون الجريري قال كنت أطوف مع أبي الطفيل فقال ما بقي أحد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي أحد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري قلت ورأيته قلت ورأيته قال نعم قال قلت كيف كانت صفته قال كان أبيض مليحا مقصدا الهامش مقصدا بضم الميم وفتح القاف أي معتدلا لا بالطويل ولا بالقصير ولا بالضخم ولا بالنحيف انتهى الهامش هذا الحديث رواه ترمذي عن أبي جحيفة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض قد شاب وكان الحسن بن علي يشبهه وروا البخاري عن عقبة ابن الحارث قال صلى أبو بكر العصر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بليال فخرج هو وعلي يمشيان فإذا الحسن بن علي يلعب مع الغلمان فقال فاحتمله أبو بكر على كاهله وجعل يقول بأبي شبه النبي صلى الله عليه وسلم ليس شبيها بعلي وعلي يضحك رضي الله عنهما وروا البخاري عن أبي جحيفة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي يشبهه أو يشبهه وروا البي هقي عن محمد بن علي يعني ابن الحنفية عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون وروا أبو داود الطيالسي عن علي بن أبي طالب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مشربا وجهه حمرة وروا يعقوب بن سفيان عن نافع بن جبير قال وصف لنا علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان أبيض مشرب مشرب الحمرة وقد رواه ترمذي بنحوه وقال هذا حديث صحيح قال البيهقي ويقال إن المشرب فيه حمرة ما ضحى للشمس والرياح وما تحت الثياب فهو الأبيض الأزهر وروا الإمام أحمد عن محمد بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس عظيم العينين أهدب الأشفار مشرب العينين بحمرة كث اللحية أزهر اللون شثنا الكفين والقدمين إذا مشى كأنما يمشي في صعد وإذا التفت التفت جميعا الهامش شثن الكفين والقدمين الشثن بفتح الشين المعجمة وسكون الثاء المثلثة أي غليظ الأصابع وانتهى الهامش وروا وفي هذا الحديث قوله صعد بضمتين جمع صعود أو صعود وهو ضد الهبوط انتهى الهامش وروا أبو داود الطيالسي عن جابر ابن سمرى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهل العينين منهوس العقب ضليع الفم هكذا وقع في رواية أبي داود عن شعبة أشهل العينين قال أبو عبيد والشهلة حمرة في سواد العينين والشكلة حمرة في بياض العينين قلت وقد روا هذا الحديث مسلم في صحيحه وقال أشكل العينين ورواه ترمذي الهامش وجاء في رواية الترمذي في الشمائل قال شعبة قلت لسماك ابن حرب ما أشكل العينين قال طويل شق العينين انتهى الهامش ورواه ترمذي وقال حسن صحيح ووقع في صحيح مسلم تفسير الشكلة بطول أشفار العينين وهو من بعض الرواد وقول أبي عبيد حمرة في بياض العين أشهر وأصح وذلك يدل على القوة والشجاع والله تعالى أعلم وروا يعقوب بن سفيان عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين وكان إذا تكلم رؤي كالنور بين ثنيا ورواه ترمذي وروا يعقوب بن سفيان عن جابر ابن سمر قال كنت إذا نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أكحل العينين وليس بأكحل وكان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة وكان لا يضحك إلا تبسما الهامش حموشة بضم الحاء المهملة أي دقة أي لم يكون غلي ضين انتهى الهامش وروا الإمام أحمد عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالقصير ولا بالطويل ضخم الرأس واللحية شثن الكفين والقدمين والكراديس مشربا وجهه حمرة طويل المسربة إذا مشى تكفأ كأنما يقلع من صخر لم أرى قبله ولا بعده مثله وقد روي لهذا شواهد كثيرا عن علي وروي عن عمر نحوه وروي عن عمر نحوه في الهامش في الهامش قوله طويل أو طويل المسربة بفتح الميم وضم الأرى هي الشعر وسط الصدر إلى البطن انتهى الهامش وروي عقوب بن سفيان عن ابراهيم بن محمد من ولد علي قال كان علي إذا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن بالطويل الممغط أو لم يكن بالطويل الممغط ولا القصير المتردد وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط كان جعدا رجلا ولم يكن بالمطههم ولا المكلثم وكان في الوجه تدوير أبيض مشربا أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والكتد أجرد ذو مسربة شثن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما يمشي في صبب وإذا التفت التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة أجود الناس كفا وأرحب الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وأوفى الناس ذمة وألينهم عريكة وألزمهم عشرة من رآه بديهة هابة ومن خالطه معرفة أحبة يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله وقد روى هذا الحديث الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام في كتاب الغريب ثم روى عن الكسائي والأصمعي وأبي عمر تفسير غريبة وحاصل ما ذكره مما فيه غرابة أن المطهم وهو الممتلئ الجسم والمكلثم شديد تدوير الوجه يعني لم يكن بالسمين الناهض ولم يكن ضعيفا بل كان بين ذلك ولم يكن وجهه في غاية التدوير بل فيه سهولة وهي أحلى عند العرب ومن يعرف وكان أبيضا مشربا حمرة وهي أحسن اللون ولهذا لم يكن أمهق اللون والأدعج هو شديد سواد الحدقة وجليل المشاش هو عظيم رؤوس العظام مثل الركبتين والمرفقين والمنكبين والكتد الكاهل وما يليه من الجسد وقوله شثن الكفين أي غليظهما وتقلع في مشيته أي شديد المشية وتقدم الكلام في الشكلة والشهلة والفرق بينهما والأهدب طويل أشفار العين وجاء في حديث أنه كان وجاء في حديث أنه كان شبح الذراعين يعني غليظهما والله تعالى أعلم في صفة شعره صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيحين من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤسهم فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فرق بعد وثبت في الصحيحين عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره إلى منكبيه كان يضرب شعره إلى منكبيه وجاء في الصحيح عنه وعن غيره إلى أنصاف أذني ولا منافاة بين الحيالين فإن الشعر تارة يطول وتارة يقصر منه فكل حكى بحسب ما رأى روى أبو داود عن عائشة قالت كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة وقد ثبت أنه عليه السلام حلق جميع رأسه في حجة الوداع وقد مات بعد ذلك بأحد بواحد وثمانين يوما صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين وثبت في الصحيحين من حديث ربيعة عن أنس قال بعد ذكره شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس بالسبط ولا بالقطط قال وتوفاه الله وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضا وفي صحيح البخاري عن ابن سيرين أنه قال قلت لأنس أخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لم ير من الشيب إلا قليلا وكذا روى هو ومسلم من طريق حماد بن زيد عن ثابت عن أنس وقال حماد بن سلم عن ثابت قيل لأنس هل كان شاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنه ما شانه الله بالشيب ما كان في رأسه إلا سبع عشرة أو ثماني عشرة شعر وعند مسلم من طريق المثن بن سعيد عن قتاد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختضب إنما كان شمط عند العنفقة يسيرا الهامش شمط عند العنفقة بفتح الشيني المعجمة وكسر الميم والعنفقة بفتح العين المهملة هي الشعيرات بين الشفة السفلى والذقن والمعنى ظهر الشيب فيها انتهى الهامش وفي الصدغين يسيرا وفي الرأس يسيرا وروى البخاري عن قتاد قال سألت أنسا هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا إنما كان شيء في صدغيه وروى البخاري عن عصام بن خالد عن جرير بن عثمان قال قلت لعبد الله بن بسر السلمي رأيت رسول الله أكان شيخا قال كان في عنفقته شعرات بيض وفي الصحيحين من حديث أبي إسحاق عن أبي جحيفة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه منه بيضاء يعني عنفقته الهامش العنفقة هي الشعر الثابت تحت الشفة السفلة فوق الذقن انتهى الهامش روى يعقوب بن سفيان عن عثمان بن عبدالله بن موهب القرشي قال دخلنا على أم سلمة فأخرجت إلينا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو أحمر مصبوغ بالحناء والكتم ورواه البخاري وفي صحيح البخاري عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير وقال أبو إسحاق عن البراء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا وأحسنهم خلقا ليس بالطويل ولا بالقصير أخرجه في الصحيحين في طيب رائحته صلى الله عليه وسلم روى البخاري عن أنس قال ما مسست بيدي ديباجا ولا حريرا ولا شيئا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت رائحة أطيب بالريح رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه مسلم وروا مسلم أيضا عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ إذا مشى تكفى إذا مشى تكفى وما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أحمد ثنى ابن أبي عدي ثنى حميد عن أنس قال ما مسست شيئا قط خزا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت رائحة أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسناد ثلاثي على شرط الصحيحين ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه وروا يعقوب ابن سفيان والبيهقية عن جابر ابن سمرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى ثم خرج إلى أهله وخرجت معه فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا قال وأما أنا فمسح خدي فوجدت ليده بردا وريحا كأنما أخرجها من جونة عطار ورواه مسلم نحوة وروا الإمام أحمد عن جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ وصل الظهر ركعتين وبين يديه عن عنزة ثم قام الناس فجعلوا يأخذون يده فيمسحون بها وجههم قال فأخذت يده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك وهكذا رواه البخاري مثله سواء وأصل الحديث في الصحيحين أيضا وروا الإمام أحمد عن جابر بن يزيد عن أبيه يعني يزيد بن الأسود قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا فانحرف فرأى رجلين من وراء الناس فرأى رجلين من وراء الناس فدعا بهما فجيئا فترعد فرائصهما فقال ما منعكما أن تصليا مع الناس قال يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في الرحال قال فلا تفعل إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصلها معه فإنها له نافلة قال فقال أحدهم استغفر لي يا رسول الله فاستغفر له قال ونهض الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهضت معهم وأنا يومئذ أشب الرجال وأجلده قال فما زلت أزحم الناس حتى وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده فوضعتها إما على وجهي أو صدري قال فما وجدت شيئا أطيب ولا أبرد من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يومئذ في مسجد الخيف وفي رواية أخرى لأحمد عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث قال ثم ثار الناس يأخذون بيده يمسحون بها وجههم قال فأخذت بيده فمسحت بها وجهي فوجدتها أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك وقد رواه الأبو داود والترمذي والنسائي وقال الترمذي حسن صحيح وروا الإمام أحمد عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغدات جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها فربما جاءوه في الغدات الباردة فيمس يده فيها رواه ورواه مسلم وروا الإمام أحمد عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه قال فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأتت فقيل لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم في بيتك على فراشك قال فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش ففتحت عبيرتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتصره في قواريرها ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعين يا أم سليم فقالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا قال أصبتي ورواه مسلم وروا أحمد عن أنس قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عندنا فعرق وجاءت أمي بقرورة فجعلت تسلت العرق فيها فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين قالت عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب ورواه مسلم وروا مسلم والبيهقي عن أنس عن أم سليم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتيها فيقيل عندها فتبسط له نطعا فيقيل عليه وكان كثير العرق فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سليم ما هذا فقالت عرقك أدوف به طيبي هذا لفظ مسلم وروا الإمام أحمد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة وفي رواية أخرى لأحمد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة وهكذا رواه النساء بهذا اللفظ وقد روي من وجه آخر بلفظي حبب إلي من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وجعل قرة عيني في الصلاة وليس بمحفوظ بهذا فإن الصلاة ليست من أمور الدنيا وإنما هي من أهم شؤون الآخرة والله أعلم قوله ليس بمحفوظ الهامش أي لم يرد في نص الحديث كلمة ثلاث وشيوع ذكرها فيه على ألسنة العامة خطأ كثير مثله انتهى الهامش صفة خاتم النبوة الذي بين كتفيه صلى الله عليه وسلم قال البخاري ثنى محمد بن عبيد الله ثنى حاتم عن الجعد قال سمعت السائبة بن يزيد يقول ذهبت أو ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم بين كتفي مثل فنظرت إلى خاتم بين كتفيه مثل زر الحجلة وهكذا رواه مسلم ثم قال البخاري قال ابن عبيد الله الحجلة من حجل الفرس الذي بين عينيه وقال ابراهيم ابن حمزة زر الحجلة قال ابو عبيد الله الرز الراء قبل الزاي الهامش قال ابو عبد الله هو الامام البخاري وصاحب الصحيح رحمه الله تعالى وقوله الراء قبل الزاي خلاصة القول في لفظه قوله مثل زر الحجلة ومعناه هو ما قاله النووي في شرح مسلم وأما زر الحجلة فبزاين ثم رأ والحجلة بفتح الحاء والجيم هذا هو الصحيح المشهور والمراد بالحجلة وحدة الحجال وهي بيت كالقبة لها أزرار كبار وعر هذا هو الصواب الذي قاله الجمهور وقال بعضهم المراد بالحجلة الطائر المعروف وزرها بيضها وأشار إليه الترمذي وأنكره عليه العلماء وقال الخطابي روي أيضا بتقديم الراء على الزاي ويكون المراد البيض يقال أرزت الجرادة بفتح الراء وتشديد الزاي الزاي إذا كبست ذنبها في الأرض فباضت أما قول محمد بن عبد الله أحد الشيوخ البخاري بأنه رز الحجلة بضم الحاء المهملة فهو قول بعيد لأن التحجيل يكون في قوائم الفرس وأما الذي في الوجه فهو الغرة انتهى الهامش وروا مسلم عن جابر ابن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته أي خالطه شيب وكان إذا وكان إذا الدهن لم يتبين وإذا شعت رأسه تبين وكان كثير شعر اللحية فقال رجل وجهه مثل السيف قال لا بل كان مثل الشمس والقمر وكان مستديرا ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمام يشبه جسده يشبه جسده وروا مسلم أيضا عن جابر ابن سمرة قال رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام وروا الإمام أحمد عن عبد الله بن سرجس قال ترون هذا الشيخ يعني نفسه كلمت نبي الله صلى الله عليه وسلم وأكلت معه ورأيت العلامة التي بين كتفي وهي في طرف نغص كتفه اليسرى كأنه جمع بمعنى الكف المجتمع وقال بيده فقبضها عليه خيلان كهيئة الثواليل الهامش طرف نغص كتفه النغص بضم النون وتفتح وسكون الغين المعجمة هو غرضوف الكتف أو حيث يجيء ويذهب والغضروف والغرضوف سواء وقوله عليه خيلان كهيئة الثواليل الخيلان بكسر الخاء المعجمة جمع خال وهو النكتة أو الشامة في الجسد والثواليل أو الثآليل كما في رواية جمع ثؤلول وهو الحبة تظهر على الجلد وعلى ظاهر الكفين خاصة وتسميها العامة عندنا التواليل وروا هذا الحديث مسلم كما سيأتي في الرواية التالية والترمذي والنسائي انتهى الهامش وروا مسلم عن عبد الله بن سرجس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما أو قال ثريدا فقلت يا رسول الله غفر الله لك قال ولك فقلت الهامش قوله فقلت القائل هو عاصم ابن النظر الأحول الراوي عن الصحابي عبد الله بن سرجس رضي الله عنه انتهى الهامش فقلت أستغفر لك الله أستغفر لك فقلت أستغفر لك رسول الله قال نعم ولكم ثم تلى هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات الآية التاسعة عشر من سورة محمد صلى الله عليه وسلم انتهى الهامش ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند نغص كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال الثاليل لا وروا البيهقي عن سلمان الفارسي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى رداءه وقال يا سلمان انظر إلى ما أمرت به قال فرأيت الخاتم بين كتفيه مثل بيضة الحمامة روى الامام أحمد عن غياث البكري قال كنا نجالس أبا سعيد الخدري بالمدينة فسألته عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان بين كتفي فقال بأصبوعه السباب هكذا لحم ناشز بين كتفي صلى الله عليه وسلم تفرد به أحمد من هذا الوجه ذكر أخلاقه صلى الله عليه وسلم وشمائله الطاهرة قد قدمنا طيب أصله ومحتده وطهارة نسبه ومولده الهامش تقدم بيان نسبه صلى الله عليه وسلم في الفصل الأول من القسم الأول من هذا الجزء انتهى الهامش وقد قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته الآية الرابعة والعشرون بعد المئة من سورة الأنعام وروى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت من خير قرون بني آدم قرنا بعد قرن حتى كنت من القرن الذي كنت فيه وفي صحيح مسلم عن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله اصطفى إن الله اصطفى قريشا من بني إسماعيل واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم وقال الله تعالى نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم الآيات الأربع الأولى من سورة القلم قال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم يعني وإنك لعلى دين عظيم وهو الإسلام وهكذا قال مجاهد وابن مالك والسدي والضحاك وعبد الرحمن بن زيد ابن أسلم وقال عطية لعلى أدب عظيم وقد ثبت في صحيح مسلم عن سعد بن شهاب عن سعد بن هشام قال سألت عائشة أم المؤمنين فقلت أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أما تقرأ القرآن قلت بلى فقالت كان خلقه القرآن وقد روى الإمام أحمد عن الحسن البصري قال وسئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن وروا الإمام أحمد والنسائي وابن جرير عن جبير بن نفير قال حججت فدخلت على عائشة فسألتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن ومعنى هذا أنه عليه السلام مهما أمره به القرآن امتثله ومهما نهاه عنه تركه هذا ما جبله الله عليه من الأخلاق الجبلية الأصلية العظيمة التي لم يكن أحد من البشر ولا يكون على أجمل منها وشرع له الدين العظيم الذي لم يشرعه لأحد قبله وهو مع ذلك خاتم النبيين فلا رسول بعده ولا نبي صلى الله عليه وسلم فكان فيه من الحياء والكرم والشجاعة والحلم والصفح والرحمة وسائر الأخلاق الكاملة ما لا يحد ولا يمكن وصفه انتهى الوجه الأول وننتقل إلى الوجه الثاني الوجه الثاني وروا يعقوب ابن سفيان عن أبي الدردا قال سألت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن يرضى لرضاه ويسخط لسخطه وروا البخاري من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير في قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين الآية التاسع والتسعون بعد المئة من سورة الأعراف قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس وروا الإمام أحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتم مصالح الأخلاق تفرد به أحمد ورواه الحافظ أبو بكر الخرائطي في كتابه فقال وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وتقدم ما رواه البخاري من حديث أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسن الناس خلقا الهامش تقدم هذا الحديث في أول هذا القسم انتهى الهامش وروا مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ومن تقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها ورواه البخاري ومسلم من حديث مالك وروا مسلم عن عائشة قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط لا عبدا ولا امرأة ولا خادمة إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا نيل منه شيء فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل وقد روى الإمام أحمد عن عائشة قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له قط ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئا إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا خير بين شيئين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما حتى يكون إثما فإذا كان إثما كان أبعد الناس من الإثم ولن تقم لنفسه من شيء يؤتى إليه حتى تنتهك حرمات الله فيكون هو ينتقم لله عز وجل وقال أبو داود الطيالسي ثنى شعبة عن أبي إسحاق سمعت أبا عبدالله الجدلي يقول سمعت عائشة وسألتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح أو قال يعفو ويغفر شك أبو داود ورواه ترمذي من حديث شعبة وقال حسن صحيح وروى البخاري عن عبدالله بن عمر قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا ورواه مسلم وقد روى البخاري عبدالله بن عمر أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم موصوف في التوراة بما هو موصوف في القرآن يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح أعينا عميا وآذانا صمى وقلوبا غلفا وقد روى عن عبدالله بن السلام وكعب الأحضار وروا البخاري عن أبي سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها وزاد في رواية أخرى وإذا كره شيئا عرف في وجهه ورواه مسلم وروا الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبابا ولا لعانا ولا فاحشا كان يقول لأحدنا عند المعاتبة ما له تربت جبينه ورواه البخاري وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله راجعا وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا قال وجدناه بحرا أو إنه لبحر قال وكان فرسا يبط الهامش قوله صلى الله عليه وسلم وجدناه بحرا يعني فرس أبي طلحة أي واسع الجيري سريعا خلاف ما عهدوه عنه من البطئ وقوله كان فرسا يبطأ يبطأ بضم أوله وفتح ثاني أي يعرف بالبطئ والعجز وسوء السير انتهى الهامش وروا مسلم عن أنس قال كان فزع أو كان فزع بالمدينة فاستعار كان فزع بالمدينة فاستعار رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له من دوب فركبه فقال ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا قال كنا إذا اشتد البأس اتقين برسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو أسحاق السبيعي عن حارثة بن مضرب عن علي بن أبي طالب قال لما كان يوم بدر اتقين المشركين برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أشد الناس بأسا رواه أحمد والبيهقي وسيأتي في غزوة هواز الهامش سيأتي هذا في المغاز النبوية في الجزء الثالث بعونه تعالى انتهى الهامش وسيأتي في غزوة هواز أنه عليه السلام لما فر جمهور أصحابه يومئذ ثبت وهو راكب بغلته وهو ينوه باسمه الشريف ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وهو مع ذلك يركضها إلى نحور الأعداء وهذا في غاية ما يكون من الشجاعة العظيمة والتوكل التام صلوات الله وسلامه عليه وفي صحيح مسلم عن أنس قال لما قدم رسول الله المدينة أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بنا إلى رسول الله فقال يا رسول الله إن أنسا غلام كيس فليخدمك قال فخدمته في السفر والحضر والله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا ولمسلم أيضا من حديث سعيد ابن أبي بردة عن أنس قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع سنين فما أعلمه قال لي قط لما فعلت كذا وكذا ولا عاب علي شيئا قط وروا مسلم أيضا عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا فأرسلني يوما لحاجة فقلت والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفايا من وراي وقال فنظرت إليه وهو يضحك فقال يا أنيس ذهبت حيث أمرتك فقلت نعم أنا أذهب يا رسول الله قال أنس والله لقد خدمته تسع سنين ما علمته قال لشيء صنعته لما صنعت كذا وكذا أو لشيء تركته هل لا فعلت كذا وكذا وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما أمرني بأمر فتوانيت عنه أو ضيعته فلا مني وإن لا مني أحد من أهله إلا قال دعوه وإن لا مني أحد من أهله إلا قال دعوه فلو قدر أو قال قضي أن يكون كان وروى الإمام أحمد عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وكان لي أخ يقال له أبو عمير فكان إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه قال يا أبو عمير ما فعل النغير الهامش النغير تصغير نغر بضم أوله وفتح ثاني نغر هو طائر صغير انتهى الهامش قال نغر كان يلعب به قال فربما تحضره الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينضح ثم يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه يصلي بنا قال وكان بساطهم من جريد النخل وقد رواه الجماعة إلا أبا داود عن أنس بنحوه وثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة الهامش وكان أجود قال النووي في شرح مسلم أما قوله وكان أجود ما يكون فروي برفع أجود ونصبه والرفع أصح وأشهر انتهى الهامش وروا أبو داود عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن رجل شيء لم يقل ما بال فلان يقول ولكن يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغني أحد عن أحد شيئا إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم صدر وروا مالك عن أنس بن مالك قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجبذ بردائه جبذا شديدا حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قد أثرت به حاشية البرد من شدة جبذته ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك قال فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك ثم أمر له بعطاء وأخرجه في الصحيحين من حديث مالك وروا يعقوب بن سفيان عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صافح أو صافحه الرجل لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل ينزع يده وإن استقبله بوجه لا يصرفه عنه حتى يكون الرجل ينصرف عنه ولا يرى مقدم ركبتيه بين يدي جليس له ورواه الترمذي وابن ماجة روا أبو داود عن أنس بن مالك قال ما رأيت رجلا قط التقم أذن النبي صلى الله عليه وسلم فينحي رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه وما رأيت رسول الله آخذا بيده رجل فترك يده حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده تفرد به أبو داود وروا الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال إن كانت الوليدة من ولائد أهل المدينة لتجيء فتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت ورواه ابن ماجة وروا الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال إن كانت الأمة من أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به في حاجتها وقد رواه البخاري في كتاب الأدب من صحيحه معلقا فقال وقال محمد بن عيسى هو ابن الطباع ثنى هشيم فذكر وروا الإمام أحمد عن أنس أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت يا رسول الله إن لي حاجة فقال يا أم فلان انظري أي الطرق شئتي فقام معها يناجيها حتى قضت حاجتها وهكذا رواه مسلم وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه وروا أبو داود عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس احتبى بيده ورواه البزار في مسنده ولفظه كان إذا جلس نصب ركبتيه واحتبى بيده وروا أبو داود عن عبد الرحمن بن حسان العنبري قال حدثني جدتاي صفية ودحيبة ابنتا عليبة ابنت حرملة وكانت ربيبتي قبلة بنت مخرمة وكانت جدة أبيهما أنها أخبرتهما أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء قالت فلما رأيت رسول الله المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق ورواه ترمذي في الشمائل وفي الجامع وهو قطعة من حديث طويل قد ساقه الطبراني بتمامه في معجمه الكبير وروا البخاري عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه وروا البخاري عن عائشة أنها قالت ألا أعجبك أبو فلان جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك أو يسمعني ذلك وكنت أسبح فقام قبل أن أقضي سبحتي ولو أدركته لرددت عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم وقد رواه أحمد ومسلم وأبو داود وفي روايتهم ألا أعجبك من أبي هريرة فذكرت نحوه وروا الإمام أحمد عن عائشة قالت كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم فصلا يفهمه كل أحد لم يكن يسرد سردا وقد رواه أبو داود وروا الإمام أحمد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة رددها ثلاثا وإذا أتى قوما يسلم عليهم سلم ثلاثا ورواه البخاري وجاء في الحديث الذي رواه ترمذي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه ثم قال الترمذي حسن صحيح غريب وروا الإمام أحمد عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي وهكذا رواه البخاري وروا أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب وأتيت جوامع الكلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فتلت في يدي أو في يدي تفرد به أحمد من هذا الوجه وهو على شرط مسلم وثبت في الصحيحين عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته حتى أرى منه لهواته إنما كان يتبسم وروا الترمذي في الشمائل من حديث الليث بن سعد عن عبد الله بن الحرث ابن جزء قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما ثم قال هذا حديث غريب من حديث ليث بن سعد وروا مسلم عن سماك بن حرب قلت لجابر بن سمرة أكنت تجارس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم كثيرا كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قاما وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وروا أبو داود الطيالسي عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمرة أكنت تجالس النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم كان قليل الصمت قليل الضحك فكان أصحابه ربما يتناشدون الشعر عنده وربما قال الشيء من أمورهم فيضحكون وربما يتبسم وروا الحافظ أبو بكر البيهقي عن خارجة بن زيد يعني ابن ثابت أن نفرا دخلوا على أبيه فقالوا حدثنا عن بعض أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كنت جاره فكان إذا نزل الوحي بعث إلي فآتيه فأكتب الوحي وكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا ذكرها معنا وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا فكل هذا نحدثكم عنه ورواه ترمذي في الشماء لنحوه كرمه عليه الصلاة والسلام جاء في الصحيحين من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل بالوحي فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة وهذا التشبيه في غاية ما يكون من البلاغة في تشبيهه الكرم بالريح المرسلة في عمومها وتواترها وعدم انقطاعها وفي الصحيحين من حديث سفيان بن سعيد الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قبل فقال لا وروى الامام أحمد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسأل شيئا على الإسلام إلا أعطاه قال فأتاه رجل فأمر له بشاء كثير بين جبلين من شاء الصدقة قال فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء ما يخشى الفاقة فإن كان الرجل ليجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريد إلا الدنيا فما يمسي حتى يكون دينه أحب إليه وأعز عليه من الدنيا وما فيها ورواه مسلم وهذا العطاء ليؤلف به قلوب ضعيفي القلوب في الإسلام وهذا العطاء ليؤلف به قلوب ضعيفي القلوب في الإسلام ويتألف آخرين ليدخلوا في الإسلام كما فعل يوم حنين حين قسم تلك الأموال الجزيلة من الإبل والشاء والذهب والفضة في المؤلفة ومع هذا لم يعطي الأنصار وجمهور المهاجرين شيئا بل أنفق في من كان يحب أن يتألفه على الإسلام وترك أولئك لما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير وقال مسليا لمن سأل عن وجه الحكمة في هذه القسمة لمن عتب من جماعة الأنصار أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله تحوزونه إلى رحالكم قالوا رضينا يا رسول الله وهكذا أعطى عمه العباس بعدما أسلم حين جاءه ذلك المال من البحرين فوضع بين يديه في المسجد وجاء العباس فقال يا رسول الله أعطني فقد فاديت نفسي يوم بدر وفاديت عقيلا فقال خذ فنزع ثوبه عنه وجعل يضع فيه من ذلك المال ثم قام ليقله فلم يقدر فقال لرسول الله ارفعه علي قال لا أفعل فقال مر بعضهم ليرفعه علي فقال لا فوضع منه شيئا ثم عاد فلم يقدر فسأله أن يرفعه أو أن يأمر بعضهم برفعه فلم يفعل فوضع منه ثم احتمل الباقي وخرج به من المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره عجبا من حرصه قلت وقد كان العباس رضي الله عنه رجلا شديدا طويلا نبيلا فأقل محتمل شيء يقارب أربعين ألفا والله أعلم وقد ذكره البخاري في صحيحه في مواضع معلقا بصيغة الجزم وهذا يورد في مناقب العباس لقوله تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم الآية السبعون من سورة الأنفال وقد تقدم عن أنس بن مالك خادمه عليه السلام أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأشجع الناس الحديث تقدم هذا الحديث بتمامه في ذكر أخلاقه صلى الله عليه وسلم وشمائله الطاهرة قبل هذا انتهى الهامش وكيف لا يكون كذلك وهو رسول الله المجبول على أكمل الصفات الواثق بما في يدي الله عز وجل الذي أنزل عليه في محكم كتابه العزيز وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض الآية سورة سبع بل سورة الحديد الآية العاشرة وقال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سورة سبع الآية الواحدة والأربعون وهو عليه السلام القائل لمؤذنه بلال وهو الصادق المصدوق في الوعد والمقال أنفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا هذا الحديث رواه البزار عن بلال وأبي هريرة رضي الله عنهما ورواه الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه وحسنه السيوطي انتهى الهامش وهو القائل عليه السلام ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه انتهى الهامش وفي الحديث الآخر أنه قال لعائشة لا توعي فيوعي الله عليك ولا توكي فيوكي الله عليك الهامش رواه بنحوه الشيخان وأحمد عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما انتهى الهامش وفي الصحيح أنه عليه السلام قال يقول الله تعالى ابن آدم أنفق أنفق عليك رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه انتهى الهامش فكيف لا يكون أكرم الناس وأشجع الناس وهو المتوكل الذي لا أعظم منه في توكله الواثق برزق الله ونصره المستعين بربه في جميع أمره ثم قد كان قبل بعثته وبعدها وقبل هجرته ملجأ الفقراء والأرامل والأيتام والضعفاء والمساكين في تواضعه صلى الله عليه وسلم روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن أنس قال لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك ومن تواضعه ما روى الإمام أحمد عن أنس أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا سيدنا وابن سيدنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد بن عبد الله ورسوله والله ما أحب أن ترفعوني فوق ما رفعني الله ورواه النسائي وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وروا الإمام أحمد عن الأسود قال قلت لعائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في آله قالت كان في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة ورواه البخاري وقد روا عبد الرزاق أن معمر عن الزهري عن عروة قال سأل رجل عائشة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته قالت نعم كان يخصف نعله ويخيط ثوبه كان يعمل كما يعمل أحدكم في بيته ورواه البيهقي وروا أبو داود الطيالسي عن أنس عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكرى ويقل اللغو ويركب الحمار ويلبس الصوف ويجيب دعوة المملوك ولو رأيته يوم خيبر على حمار خطامه من ليف وفي الترمذي وابن ماجة عن أنس بعض ذلك وروا البيهقي عن عبد الله بن أبي أوفا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكرى ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ويقصر الخطبة ولا يستنكف أن يمشي مع العبد ولا مع الأرملة حتى يفرغ لهم من حاجتهم حتى يفرغ لهم من حاجاتهم ورواه النسائي بنحوه وروا الإمام أحمد عن أنس قال ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث ورواه مسلم الهامش تقدم نصه في الكلام عن إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر أولاده صلى الله عليه وسلم من الفصل السادس في هذا الجزء انتهى الهامش وروا البخاري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبيان يلعبون فسلم عليهم ورواه مسلم في مزاحه صلى الله عليه وسلم وروى الامام احمد عن انس ابن مالك ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستحمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حاملوك على ولد ناقة فقال يا رسول الله ما اصنع بولد ناقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تلد الابل الإبل إلا النوق وهل تلد الإبل إلا النوق ورواه أبو داود والترمذي وقال الترمذي حسن صحيح غريب الهامش رواه ترمذي في السنن والشمائل وقال في السنن حسن صحيح حسن صحيح غريب عن قتيبة هو ابن سعد انتهى الهامش قلت هو من هذا القبيل ما رواه الإمام أحمد عن أنس أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا وكان يهدي النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج فقال رسول الله إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه وكان رجلا دميما فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه ولا يبصره الرجل فقال أرسلني من هذا فقال أرسلني من هذا فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري العبد فقال يا رسول الله إذن والله تجدني كاسدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد أو قال لكن عند الله أنت غال ورجاله كلهم ثقات على شرط الصحيحين ولم يروه إلا الترمذي في الشمائل وروه ابن حبان في صحيحه ومن هذا القبيل ما رواه البخاري من صحيحه أن رجلا كان يقال له عبد الله ويلقب حمارا وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان يؤتى به في الشراب فجئ به يوما فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تل عنه فإنه يحب الله ورسوله ومن هذا ما قال الإمام أحمد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسير وكان حاد يحدو بنسائه أو سائق قال فكان نساؤه يتقدمن بين يديه فقال يا أنجشة ويحك أرفق بالقوارير وهذا الحديث في الصحيحين عن أنس قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم حاد يحدو بنسائه يقال له أنجشة فحدى فأعنقت الإبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك يا أنجشة أرفق بالقوارير ومعنى القوارير النساء وهي كلمة دعابة صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين وروى الترمذي عن أبي هريرة قال قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا قال إني لا أقول إلا حقا ومعنى تداعبنا يعني تمازحنا في زهده صلى الله عليه وسلم الهامش قولون في زهده صلى الله عليه وسلم أي استغنائه صلى الله عليه وسلم عن الدنيا بإغناء الله تعالى له كما قال تعالى ووجدك عائلا فأغنى ولا يجوز نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان فقيرا بعد نزول هذه الآية على نحو ما يقوله بعض الناس الذين يتوهمون أنه الذين يتوهمون أن في وصفه صلى الله عليه وسلم بالفقر مدحا له بل يجب اعتقاد غنى النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبره الله تعالى وأما صبره صلى الله عليه وسلم على الجوع أحيانا وعلى الخشن من متاع الدنيا فلم يكن من باب الفقر بل من باب الإعراض عن الدنيا وزينتها طمعا بما عند الله وللآخرة خير لك من الأولى انتهى الهامش قال الله تعالى وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى الآية الواحدة والثلاثون بعد المئة من سورة طاها وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا سورة الكهف الآية الثامنة والعشرون وقال تعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم الآيتان التاسع والعشرون والثلاثون من سورة النجم وقال تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين الآيثان السابع والثمانون والثامنة والثمانون من سورة الحجر والآيات في هذا كثيرة وأما الأحاديث فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث إيلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه أن لا يدخل عليهن شهرا واعتزل عنهن في علية فلما دخل عليه عمر في تلك العلية فإذا ليس فيها سوى صبرة من قرض وأهبة معلقة وأهبة معلقة وصبرة من شعير وإذا هو متجع على رمال حصير قد أثر في جنبه فهملت عين عمر فقال ما لك فقلت يا رسول الله أنت صفوة الله من خلقه وكسرى وقيصر فيما هما فيه فجلس محمرا وجهه فقال أو في شك أنت يبنى الخطاب ثم قال أولئك قوم عجلت لهم طيبات في حياتهم الدنيا وفي رواية لمسلم أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة فقلت بلى يا رسول الله قال فحمد الله عز وجل الهامش قوله من قرض وآهبة القرض بفتح القاف والراء هو ورق شجر السلم يدبغ به الجلود والآهبة بالمد أوله وكسر الها هو جمع قلة لإيهاب وهو الجلد ما لم يدبغ وقوله رمال حصير بضم الرأي كغراب أي ما رمل أو أي نسج منه والمراد أنه لم يكن على السرير وطاء سوى الحصير انتهى الهامش ثم لما انقضى الشهر أمره الله عز وجل أن يخير أزواجه وأنزل عليه قوله يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعدا للمحسنات منكن أجرا عظيما الآيتان الثامن والعشرون والتاسع والعشرون من سورة الأحزاب فبدأ بعائشة فقال لها إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك وتلا عليها هذه الآية قالت فقلت أفي هذا أستأمر أبوي فإني أختار الله ورسوله والدار الآخرة وكذلك قال سائر أزواجه عليه السلام ورضي الله عنه وروا الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على سرير متجع مزمل بشريط الهامش مزمل بشريط الشريط هو خوص مفتول يشرط به السرير ونحوه يشرط به السرير ونحوه والخوص بضم أوله هو ورق النخل انتهى الهامش وهو على سرير متجع مزمل بشريط وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف فدخل عليه نفر من أصحابه ودخل عمر فانحرف رسول الله انحرافة فلم ير عمر بين جنبه وبين الشريط ثوبا وقد أثر الشريط بجنب رسول الله فبكى عمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا عمر قال والله ما أبكي إلا أكون أعلم قال والله ما أبكي ألا أكون أعلم أنك أكرم على الله من كسر وقيصر وهما يعيشان في الدنيا فيما يعيشان فيه وأنت يا رسول الله في المكان الذي أرى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة قال بلى قال فإنه كذلك وروا أبو داود الطي عن عبد الله بن مسعود قال اتجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر الحصير بجلده فجعلت أمسحه وقول بأبي أنت وأمي ألا آذنتنا فنبسط لك شيئا يقيك منه تنام علي فقال ما لي ولا الدنيا ما أنا والدنيا إلا كراكب استضل تحت شجرة ثم راح وتركها ورواه ابن ماجة والترمذي وقال الترمذي حسن صحيح وقد رواه الإمام أحمد من حديث ابن عباس وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن لي مثل أحد ذهبا ما سرني أن تأتي عليه ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل رزق آل اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا فأما الحديث الذي رواه ابن ماجة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم أحييني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين فإنه حديث ضعيف لا يثبت من جهة إسناده لأن فيه يزيد ابن سيدان أبا فروة الرهاوي وهو ضعيف جدا والله أعلم وقد رواه ترميذي من وجه آخر عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم أحييني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة فقالت عائشة لما يا رسول الله قال إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا يا عائشة لا ترد المسكين ولو بشق تمرة يا عائشة حب المساكين وقربيهم فإن الله يقربك يوم القيامة ثم قال هذا حديث غريب قلت وفي إسناده ضعف وفي متنه نكارة والله أعلم انتهى الشريط التاسع عشر وننتقل إلى الشريط العشرين الشريط العشرون الوجه الأول وروى الإمام أحمد عن سعيد بن سعد أنه قيل له هرأى أن نقى بعينه يعني الحوارة الهامش سعيد بن سعد هو سعيد بن سعد ابن عباد الأنصاري قيل له صحبة أن نقى بفتح النون مشددة وفتح القافي آخره ألف مقصورة أي لب البر أي ما أكل لب البر أي ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزة انتهى الهامش فقال له ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقى حتى لقي الله عز وجل فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كانت لنا مناخل فقيل له فكيف كنتم تصنعون بالشعير قال ننفخه فيطير منه مطار وهكذا رواه الترمذي وزاد ثم نذريه ونعجنه ثم قال حسن صحيح ورواه مالك قلت ورواه البخاري والنساي عن سهل بن سعد السعدي وروا الإمام أحمد أبي حازم الهامش الهامش أبو حازم هو سلمان الأشجعي انتهى الهامش وروا الإمام أحمد أبي حازم قال رأيت أبا هريرة يشير بأصبعه مرارا والذي نفسه أبي هريرة بيده ما شبع نبي الله وأهله ثلاثة أيام انتباعا من خبز من خبز حنطة حتى فارق الدنيا ورواه مسلم والترمذي وابن ماجا وفي الصحيحين عن عائشة قالت ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة ثلاثة أيام انتباعا من خبز بر حتى مضى لسبيله وروا البخاري عن عباس بن ربيع عن عائشة قالت إن كنا لنخرج الكراعة بعد خمسة عشر يوما فنأكله قلت ولم تفعلون ذلك فضحكت وقالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز مأدوم حتى لحق بالله عز وجل الهامش الكراع بضم الكاف هو مستدق الساق من البقر والغنم انتهى الهامش وروا أحمد عن عائشة قالت كان يأتي على آل محمد الشهر ما يوقدون فيه نارا ليس إلا التمر والماء إلا أن يؤتى باللحم وفي الصحيحين عن عائشة أنها قالت إن كنا آل محمد ليمر بنا الهلال ليمر بنا الهلال ما نوقد نارا إنما هو الأسودان التمر والماء إلا أنه كان حولنا أهل دور من الأنصار يبعثون إلى رسول الله بلبن منائحهم فيشرب ويسقين من ذلك اللبن وروا أبو داود الطيالسي عن عائشة قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض وقد رواه مسلم وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت وفي رسول الله وقد شبع الناس من الأسودين التمر والماء وروا الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء وكان عامة خبزهم خبز الشعير وهذا لفظ أحمد وفي الصحيحين من حديث الزهري عن عروة عن عائشة قالت وكان أحب شراب إلى رسول الله الحلو البارد وروى البخاري من حديث قتاد عن أنس قال ما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله ولا شاتا سميطا بعينه قط الهامش سميطا بفتح السين المهملة أي من توفت الصوف بالماء الحار انتهى الهامش وفي رواية له عنه أيضا ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق فقلت لأنس فعلى ما كانوا يأكلون قال على هذه السفر الهامش سكرج بضم السين المهملة وضم الكاف وفتحها وفتح الراء مشدد هي قصاع صغار كانت العرب تستعملها في الكوامق وأشباهها من الجوارش على الموائد حول الأطعمة للتشهي والهضم وهي في زماننا معروفة في المطاعم والموائد الغنية انتهى الهامش وللبخاري من حديث قتاد أيضا عن أنس أنه مشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة الهامش إهالة سنخة الإهالة إدام من شحم أو زيت وسنخة بفتح أوله وكسر ثاني أي زنخة انتهى الهامش أنه مشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة ولقد رهن درعه من يهودي فأخذ لأهله شعيرا ولقد سمعته ذات يوم يقول ما أمسى عند آل محمد صاع تمر ولا صاع حب وروا الإمام أحمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجتمع له غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف ورواه ترمذي في الشمائل وإسناده على شرط الشيخين الهامش قوله ضفف بفتحتين أي ضيق أي ضيق وشدة أي لم يشبع صلى الله عليه وسلم منهما إلا عن ضيق وقلة وقيل الضفف اجتماع الناس وكثرة الأيدي على الطعام أي لم يأكل وحده انتهى الهامش وروا أبو داود الطيالسي عن النعمان بن بشير قال سمعت عمر بن الخطاب يخطب فذكر ما فتح الله على الناس فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلوى من الجوع ما يجد من الدقل ما يملأ بطنه وأخرجه مسلم الدقل بفتح الدال المهملة والقاف ورديء التمر انتهى الهامش وثبت في الصحيحين عن عائشة أنها سئلت عن فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان من أدم حشوه ليف وفي الصحيحين وفي الصحيحين عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد والمراد أنه كان لا يدخر شيئا لغد مما يسرع إليه الفساد كالأطعمة ونحوها لما ثبت في الصحيحين عن عمر أنه قال كانت أموال بن النظير مما أفأ الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب فكان يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل ومما يؤيد ما ذكرناه ما رواه الإمام أحمد عن هلال بن سويد أبي معلى قال سمعت أنس بن مالك وهو يقول أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة طوائر فأطعم خادمه طائرا فلما كان من الغد أتته به فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أنهك أن ترفعي شيئا لغد فإن الله عز وجل يأتي برزق كل غد وروا الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعم وقد التقى مصاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعة ينتظر متى يؤمر قال المسلمون يا رسول الله فما نقول قال قول حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا ورواه ترمذي وقال حديث حسن في عبادته صلى الله عليه وسلم قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وكان لا تشاء تراه من الليل قائما إلا رأيته ولا تشاء تراه نائما إلا رأيته قالت وما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يؤتر بثلاث قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها قالت ولقد كان يقوم حتى أرثي له من شدة قيامه وذكر ابن مسعود أنه صلى معه ليلة فقرأ في الركعة الأولى بالبقرة والنساء وآل عمران ثم ركع قريبا من ذلك ورفع نهوه وسجد نهوه وعن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى أصبح يقرأ هذه الآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم رواه أحمد الآية الثامنة عشر بعد المئة من سورة المائدة رواه أحمد وكل هذا في الصحيحين وغيرهما وقد ثبت في الصحيحين عن المغيرة بن شعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حتى تفطرت قدماه فقيل له أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة رواه أحمد والنسائي وروا الإمام أحمد عن ابن عباس أن جبريل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبب إليك الصلاة فخذ منها ما شئت وثبث في الصحيحين عن أبي الدرداء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة وفي الصحيحين عن علقمة قالت سألت عائشة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص شيئا من الأيام وفي الصحيحين عن علقمة قالت سئلت عائشة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص شيئا من الأيام قالت لا كان عمله ديمة وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع وثبت في الصحيحين من حديث أنس وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يواصل ونهى أصحابه عن الوصال وقال إني لستك أحدكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني والصحيح أن هذا الإطعام والسقيا معنويان كما ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكره مرضاكم على الطعام والشراب فإن الله يطعمهم ويسقيهم الهامش الحديث رواه ترمذي وابن ماجا والحاكم عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه انتهى الهامش وما أحسن ما قال بعضهم لها أحاديث من ذكراك يشغلها عن الشراب ويلهيها عن الزادي وروى البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة وروى البخاري عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي فقلت أقرأ عليك وعليك أنزل فقال إني أحب أن أسمعه من غيري قال فقرأت سورة النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا الآية الواحدة والأربعون من سورة النساء قال حسبك فالتفت فإذا عيناه تذرفان وثبت في الصحيح هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وثبت في الصحيح أنه عليه السلام كان يجد التمرة على فراشه فيقول لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها في شجاعته صلى الله عليه وسلم جاء عن بعض من السلف أنه استنبط من قوله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين الآية الرابعة والثمانون من سورة النساء استنبط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مأمورا أن لا يفر من المشركين إذا واجهوه ولو كان وحده من قوله لا تكلف إلا نفسك وقد كان صلى الله عليه وسلم من أشجع الناس وأصبر الناس وأجلدهم ما فر قط من مصاف ولو تولى عنه أصحابه قال بعض أصحابه كنا إذا اشتد الحرب وحمي البأس نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم ففي يوم بدر رمى ألف مشرك بقبضة من حصى فنالتهم أجمعين حين قال شاهت الوجوه وكذلك يوم حنين كما سيأتي الهامش سيأتي هذا في المغازي النبوي في الجزء الثالث بعونه تعالى انتهى الهامش وفر أكثر أصحابه في ثاني الحالي يوم أحد وهو ثابت في مقامه لم يبرح منه ولم يبق معه إلا اثنى عشر قتل منهم سبعة وبقي الخمسة وفي هذا الوقت قتل أبي بن خلف لعنه الله فعجله الله إلى النار ويوم حنين ول الناس كلهم وكانوا يومئذ اثني عشر ألفا وثبت هو في نحو من مئة من الصحابة وهو راكب يومئذ بغلته وهو يركض بها إلى نحو العدو وهو ينوه باسمه ويعلن بذلك قائلا أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب حتى جعل العباس وعلي حتى جعل العباس وعلي وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب يتعلقون في تلك البغلة ليبطئوا سيرها خوفا عليه من أن يصل أحد من الأعداء إليه وما زال كذلك حتى نصره الله وأيده في مقامه ذلك وما تراجع الناس إلا والأشلاء مجندلة بين يديه صلى الله عليه وسلم ذكر أو ذكر صفاته صلى الله عليه وسلم في كتب الأولين روى البخاري والبيهقي واللفظ له عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله ابن عمر فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في الفرقان يا أيها النبي إن أرسل لك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر ولن أخبضه حتى أقيم به الملة العوجاء أن يقول لا إله إلا الله وأفتح به أعينا عميا وآذانا صمى وقلوبا غلفا قال عطاء بن يسار ثم لقيت كعبا الحبر فسألته فما اختلف في حرف إلا أن كعبا قال أعينا ورواه البخاري أيضا ورواه البخاري معلقا عن عبد الله بن سلام وقد روى البيهقي عن عطاء بن يسار عن ابن سلام أنه كان يقول إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا أنت عبدي ورسولي سميته المتوكل ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة مثلها ولكن يعفو ويتجاوز وليس أقبضه حتى يقيم الملة العوجاء بأن تشهد أن لا إله إلا الله يفتح به أعينا عميا وآذانا صمى وقلوبا غلفا قال عطاء بن يسار وأخبرني الليثي أنه سمع كعب الأحضار يقول مثل ما قال ابن سلام وعبد الله بن سلام هو من أئمة أهل الكتاب ممن آمن وعبد الله بن عمر بن العاص كان له الطلاع على ذلك من جهة زاملتين كان أصابهما يوم اليرموك الهامش الهامش زاملتين الزاملة هي التي يحمل عليها من الإبل وغيرها هي التي يحمل عليها من الإبل وغيرها انتهى الهامش فكان يحدث منهما عن أهل الكتاب وعن كعب الأحبار وكان بصيرا بأقوال المتقدمين على ما فيها من خلط وغلط وتحريف وتبديل فكان يقولها بما فيها من غير نقد وربما أحسن بعض السلف بها الظن فنقلها عنه مسلمة وفي ذلك من المخالفة لبعض ما بأيدين من الحق جملة كثيرة لكن لا يتفطن لها كثير من الناس الهامش ونقول إن تساهل بعض أهل العلم في نقل هذه الروايات التي لا خير فيها قد فتح على كثير من الناس وأبواب الفتن خصوصا في عصرنا حيث كثرت وتيسر طباعة الكتب وكثر القارئون والكاتبون فصار البعض يقرأ ما يحلو له ويفهم كما يرى وسارع هؤلئنا الفتوى بغير علم تلقوه عن أهله بغير علم تلقوه عن أهله ولا فقه في الدين فانتشر الجهل والتجهيل والضلال والتضليل والعياذ بالله تعالى انتهى الهامش ثم لا يعلم أن كثيرا من السلف يطلقون التوراة على كتب أهل الكتاب المتلوة عندهم أو أعم من ذلك كما أن لفظ القرآن يطلق على كتابنا خصوصا ويراد به غيره ويراد به غيره كما في الصحيح خفف على داود القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن مقدر ما يفرغ الهامش الحديث رواه البخاري وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه انتهى الهامش القسم الثالث دلائل النبوة والمعجزات وفيه فصلان الفصل الأول الدلائل والمعجزات المعنوية الفصل الثاني الدلائل والمعجزات الحسية الفصل الأول الدلائل والمعجزات المعنوية القرآن العظيم أخلاقه صلى الله عليه وسلم الطاهرة كثرة المؤمنين به صلى الله عليه وسلم إمداده صلى الله عليه وسلم بالملائكة نصره صلى الله عليه وسلم بالريح نصره صلى الله عليه وسلم بالرعب ذكر غير واحد من العلماء أن كل معجزة لنبي من الأنبياء فهي معجزة لخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم وذلك أن كل منهم بشر وذلك أن كل منهم بشر بمبعثه وأمر بمتابعته كما قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين سورة آل عمران الآية الواحدة والثمانون وقد ذكر البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه العهد والميثاق لئن بعث محمد وهو حي لا يؤمنن به ولا يتبعنه ولا ينصرنه وذكر غير واحد من العلماء أن كرامات الأولياء معجزات للأنبياء لأن الولي إنما نال ذلك ببركة متابعته لنبيه وثواب إيمانه والمعجزات قسمان معنوية وحسية فمن المعنوية القرآن العظيم وهو أعظم المعجزات وأبهر الآيات وأبيان الحجز الواضحات لما اجتمل عليه من التركيب المعجز الذي تحدى به الإنس والجن أن يأتوا بمثله فعجزوا عن ذلك مع توافر دواعي أعدائه على معارضته وفصاحتهم وبلاغتهم ثم تحداهم بعشر سور منه فعجزوا ثم تنازل إلى التحدي بسورة من مثله فعجزوا عنه وهم يعلمون عجزهم وتقصيرهم عن ذلك وهو يعلم عجزهم وتقصيرهم عن ذلك وأن هذا ما لا سبيل لأحد إليه أبدا قال الله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا الآية الثامنة والثمانون من سورة الإسراء وهذه الآية مكية وقال في سورة الطور وهي مكية أم يقولون تقول بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين الآيتان الثالث والثلاثون والرابع والثلاثون من سورة الطور أي إن كنتم صادقين في أنه قاله من عنده فهو بشر مثلكم فأتوا بمثل ما جاء به فإنكم مثله وقال تعالى في سورة البقرة وهي مدنية معيدا للتحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين الآيتان الثالث والعشرون والرابع والعشرون من سورة البقرة وقال تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون الآيتان الثالثة عشر والرابعة عشر من سورة هود عليه السلام وقال تعالى وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين الآيات من الآية السابعة والثلاثين وحتى التاسع والثلاثين من سورة يونس عليه السلام فبين تعالى أن الخلق عاجزون عن معارضة هذا القرآن بل عن عشر سور مثله بل عن سورة منه وأنهم لا يستطيعون ذلك أبدا كما قال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا أي فإن لم تفعلوا في الماضي ولن تستطيعوا ذلك في المستقبل وهذا تحدي ثاني وهو أنه لا يمكن للبشر معارضته ولا الإتيان بمثله ولو كان من متقول من عند نفسه ولو كان من متقول من عند نفسه لخاف أن يعارض فيفتضح ويعود عليه نقض ما قصده من متابعة الناس له ومعلوم لكل ذي لب أن محمد صلى الله عليه وسلم من أعقل خلق الله بل أعقلهم وأكملهم على الإطلاق في نفس الأمر فما كان ليقدم على هذا الأمر إلا وهو عالم بأنه لا يمكن معارضته وهكذا وقع فإنه من لد الرسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى زماننا هذا لم يستطع أحد أن يأتي بنظيره ولا نظير سورة منه وهذا لا سبيل إليه أبدا فإنه كلام رب العالمين الذي لا يشبه شيئا من خلقه لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله فأنا يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق وقول كفار قريش الذي حكاه تعالى عنهم في قوله وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين الآية الواحدة والثلاثون من سورة الأنفال هذا الكلام الذي حكاه كفار قريش كذب منهم ودعوة باطلة بلا دليل ولا برهان ولا حجة ولا بيان ولو كانوا صادقين لأتوا بما يعارضه بل هم يعلمون كذب أنفسهم كما يعلمون كذب أنفسهم في قولهم وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة الآية الخامسة من سورة الفرقان وقال الله تعالى قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما الآية السادسة من سورة الفرقان أي أنزله عالم الخفيات رب الأرض والسماوات الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون فإنه تعالى أوحى إلى عبده ورسوله النبي الأمي الذي كان لا يحسن الكتابة ولا يدريها بالكلية ولا يعلم شيئا من علم الأوائل وأخبار الماضين فقص الله عليه خبر ما كان وما هو كائن على الوجه الواقع سواء بسواء وهو في ذلك يفصل بين الحق والباطل الذي اختلفت في إراده جملة الكتب المتقدمة كما قال تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين سورة هود عليه السلام الآية التاسع والأربعون وقال تعالى كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا من الآية التاسع والتسعين وحتى الآية الأولى بعد المئة من سورة طه وقال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون الآية الثامنة والأربعون من سورة المائدة وقال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون الآية الثامنة والأربعون من سورة العنكبوت فبين تعالى أن نفس إنزال هذا الكتاب المجتمل على علم كان وما يكون وحكم ما هو كائن بين الناس على مثل هذا النبي الأمي وحكم ما هو كائن بين الناس على مثل هذا النبي الأمي كان من الدلالة على صدقه وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون من الآية الخامسة عشر وحتى السابعة عشر من سورة يونس عليه السلام يقول لهم إني لا أطيق تبديل هذا من تلقاء نفسي وإنما الله عز وجل هو الذي يمحو ما يشاء ويثبت وأنا مبلغ عنه وأنتم تعلمون صدقي فيما جئتكم به لأني نشأت بين أظهركم وأنتم تعلمون نسبي وصدقي وأمانتي وأني لم أكذب على أحد منكم يوما من الدهر فكيف يسعني أن أكذب على الله عز وجل مالك الضر والنفع الذي هو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم وأي ذنب عنده أعظم من الكذب عليه ونسبة ما ليس منه إليه كما قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين من الآية الرابعة والأربعين وحتى الآية السابعة والأربعين من سورة الحاقة أي لو كذب علينا لنتقمنا منه أشد الانتقام وما استطاع أحد من أهل الأرض أن يحجزنا عنه ويمنعنا منه وقال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باصطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون الآية الثالثة والتسعون من سورة الأنعام وقال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ الآية التاسعة عشر من سورة الأنعام وهذا الكلام فيه الإخبار بأن الله شهيد على كل شيء وأنه تعالى أعظم الشهداء وهو مطلع علي وعليكم فيما جئتكم به عنه وتتضمن قوة الكلام قسما وتتضمن قوة الكلام قسما به أنه قد أرسلني إلى الخلق لأنذرهم بهذا القرآن فمن بلغه منهم فهو نذير له كما قال تعالى أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ففي هذا القرآن من الأخبار الصادقة عن الله وملائكته وعرشه ومخلوقاته العلوية والسفلية كالسماوات والأراضين وما بينهما وما فيهن أمور عظيمة كثيرة مبرهنة بالأدلة القطعية المرشدة إلى العلم بذلك من جهة العقل الصحيح كما قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا سورة الإسراء الآية التاسعة والسبعون وقال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون سورة العنكبوت الآية الثالثة والأربعون وقال تعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون الآيتان السابعة والعشرون والثامنة والعشرون من سورة الزمر وفي القرآن العظيم الإخبار عما مضى على الوجه الحق وبرهانه ما في كتب أهل الكتاب من ذلك شاهدا له مع كونه نزل على رجل أمي لا يعرف الكتابة ولم يعاني يوما من الدهر شيئا من علوم الأوائل ولا أخبار الماضين فلم يفجأ الناس إلا يوحى إليه عما كان من الأخبار النافعة التي ينبغي أن تذكر للاعتبار بها من أخبار الأمم من الأنبياء وما كان منهم من أمورهم معهم وكيف نجى الله المؤمنين وأهلك الكافرين بعبارة لا يستطيع بشر أن يأتي بمثلها أبدا وأبد الآخرين أبد الآخرين ودهر الداهرين ففي مكان تقص القصة موجزة في غاية البيان والفصاحة وتارة تبسط فلا أحلى ولا أجلى ولا أعلى من ذلك السياق حتى كأن التالي أو السامع مشاهد لما كان حاضر له معاين للخبر بنفسه كما قال تعالى وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون سورة القصص الآية السادسة والأربعون وقال تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون الآية الرابعة والأربعون من سورة آل عمران وقال تعالى في سورة يوسف ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين سورة يوسف عليه السلام من الآية الثانية بعد المئة إلى الآية الرابعة بعد المئة إلى أن قال في آخرها لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون الآية الحادية عشر بعد المئة من سورة يوسف عليه السلام وقال تعالى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى سورة طاها الآية الثالثة والثلاثون بعد المئة وقال تعالى قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد سورة فصلت الآيتان الثانية والخمسون والثالثة والخمسون وعد تعالى أنه سيظهر أو سيظهر الآيات القرآن وصدقه وصدق من جاء به بما يخلقه في الآفاق من الآيات الدالة على صدق هذا الكتاب وفي نفس المنكرين له المكذبين ما فيه حجة عليهم وبرهان قاطع لشبههم حتى يستيقن أنه منزل من عند الله على لساني الصادق ثم أرشد إلى دليل مستقل بقوله أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد أي في العلم بأن الله يطلع على هذا الأمر كفاية في صدق هذا المخبر عنه إذ لو كان مفتريا عليه لعاجله بالعقوبة البليغة كفاية في صدق هذا المخبر عنه إذ لو كان مفتريا عليه لعاجله بالعقوبة البليغة كما تقدم بيان ذلك وفي هذا القرآن إخبار عما وقع في المستقبل طبق ما وقع سواء بسواء وكذلك في الأحاديث كقوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله سورة المزمل الآية العشرون وهذه السورة من أوائل ما نزل بمكة وكذلك قوله تعالى في سورة اقتربت وهي مكية بلا خلاف سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر الآيتان الخامسة والأربعون والسادسة والأربعون من سورة القمر وقع مصداق هذه الهزيمة يوم بدر وقع مصداق هذه الهزيمة يوم بدر بعد ذلك إلى أمثال هذا من الأمور البينة الواضحة وسيأتي فصل فيما أخبر به من الأمور التي وقعت بعده عليه السلام طبق ما أخبر به الحامس سيأتي هذا في آخر الفصل الثاني التالي انتهى الوجه الأول وننتقل إلى الوجه الثاني الوجه الثاني وفي القرآن الأحكام العادلة أمرا ونهيا المجتملة على الحكم البالغة التي إذا تأملها ذو الفهم والعقل الصحيح قطع بأن هذه الأحكام إنما أنزلها العالم بالخفيات الرحيم بعباده الذي يعاملهم بلطفه ورحمته وإحسانه قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا الآية الخامسة عشر بعد المئة من سورة الأنعام أي صدقا في الإخبار أو صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي وقال تعالى ألف لامرا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت ملد حكيم خبير الآية الأولى من سورة هود عليه السلام أي أحكمت ألفاظه وفصلت معانيه وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق الآية التاسعة من سورة الصف أي العلم النافع والعمل الصالح وهكذا روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لكميل بن زياد هو كتاب الله فيه خبر ما قبلكم وحكم ما بينكم ونبأ ما بعدكم الهامش هذا الحديث هو من كلام علي رضي الله عنه على الصحيح ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالقرآن العظيم معجز من وجوه كثيرة من فصاحته وبلاغته ونظمه وتراكيبه وأساليبه وما تضمنه من الأخبار الماضية والمستقبله وما اجتمل عليه من الأحكام المحكمة الجلية والتحدي ببلاغة ألفاظه يخص فصحاء العرب والتحدي بما اجتمل عليه من المعاني الصحيحة الكاملة وهي أعظم في التحدي عند كثير من العلماء يعم جميع أهل الأرض من الملتين أهل الكتاب وغيرهم من عقلاء اليونان والهند والفرس والقبط وغيرهم من أصناف بني آدم في سائر الأقطار والأمصار وأما من زعم من المتكلمين أن الإعجاز إنما هو من صرف دواع الكفرة عن معارضته مع إنكار ذلك أو هو سلب قدرتهم على ذلك فقول باطل وهو مفرع على اعتقادهم أن القرآن مخلوق خلقه الله في بعض الأجرام ولا فرق عندهم بين مخلوق ومخلوق وقولهم هذا كفر وباطل وليس مطابقا لما في نفس الأمر بل القرآن كلام الله غير مخلوق تكلم به كما شاء تعالى وتقدس وتنزه عما يقولون علوا كبيرا فالخلق كلهم عاجزون حقيقة وفي نفس الأمر عن الإتيان بمثله ولو تعاضدوا وتناصروا على ذلك بما لا تقدر رسل الذين هم أفصح الخلق وأعظم الخلق أكملهم أن يتكلموا بمثل كلام الله وهذا القرآن الذي يبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله أسلوب كلامه لا يشبه أساليب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأساليب كلامه عليه السلام المحفوظة عنه بالسند الصحيح إليه لا يقدر أحد من الصحابة ولا من بعدهم أن يتكلم بمثل أساليبه في فصاحته وبلاغته فيما يرويه من المعاني بألفاظه الشريفة بل وأسلوب كلام الصحابة أعلى من أساليب كلام التابعين وهلم جر إلى زماننا وعلماء السلف أفصحوا وأعلم وأقل تكلفا فيما يرويه من المعاني بألفاظهم من علماء الخلف وهذا يشهده من له ذوق بكلام الناس كما يدرك تفاوت ما بين أشعار العرب في زمن الجاهلية وبين أشعار المولدين الذين كانوا بعد ذلك ولهذا جاء الحديث الثابت في هذا المعنى وهو فيما رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة وقد أخرجه البخاري ومسلم ومعنى هذا أن الأنبياء عليهم السلام كل منهم قد أوتي من الحجج والدلائل على صدقه وصحة ما جاء به عن ربه وما فيه كفاية وحجة لقومه الذين بعث إليهم سواء آمنوا به ففازوا بثواب إيمانهم أو جحدوا فاستحقوا العقوبة وقوله وإنما كان الذي أوتيت أي جله وأعظمه الهامش قوله أي جله وأعظمه لعله يعني الوحي الذي نزل به جبريل عليه السلام أما الوحي المطلق فيشمل السنة النبوية كلها لأنه صلى الله عليه وسلم شرع عن الله تعالى لا عن هواه كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى الآيتان الثالثة والرابعة من سورة النجم انتهى الهامش وقوله وإنما كان الذي أوتيت أي جله وأعظمه الوحي الذي أوحاه إليه وهو القرآن الحجة المستمرة الدائمة القائمة في زمانه وبعده في زمانه وبعده فإن البراهين التي كانت للأنبياء انقرض زمانها في حياتهم ولم يبق منها إلا الخبر عنها وأما القرآن فهو حجة قائمة كأنما يسمعه السامع من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فحجة الله قائمة به في حياته عليه السلام وبعد وفاته ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة أي لاستمرار ما آتان له من الحجة البالغة والبراهين الدامغة فلهذا يكون يوم القيامة أكثر الأنبياء تبعا أخلاقه صلى الله عليه وسلم الطاهرة ومن الدلائل المعنوية أخلاقه عليه السلام الطاهرة وخلقه الكامل وشجاعته وحلمه وكرمه وزهده وقناعته وإيثاره وجميل صحبته وصدقه وأمانته وتقواه وعبادته وكرم أصله وطيب مولده ومن شائه ومرباه فسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وأقواله وأفعاله هي من آيات ودلائل نبوة وشريعته من آياته وأمته من آياته وشريعته من آياته وأمته من آياته وعلم أمته من آياته ودينهم من آياته وكرامات صالح أمته من آياته وذلك يظهر بتدبر سيرته من حين ولد إلى أن بعث ومن حين بعث إلى أن مات وتدبر نسبه وبلده وأصله وفصله فإنه كان من أشرف أهل الأرض نسبا من صميم سلالة إبراهيم الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب وجعل الله له ابنين إسماعيل وإسحاق وذكر في التوراة هذا وهذا وبشر في التوراة بما يكون من ولد إسماعيل ولم يكن من ولد إسماعيل من ظهر فيه ما بشرت به النبوات غيره ودعى إبراهيم لذرية إسماعيل بأن يبعث الله فيهم رسولا منهم ثم الرسول صلى الله عليه وسلم من قريش صفوة بني إبراهيم ثم من بني هاشم صفوة قريش ومن مكة أم القرى وبلد البيت الذي بناه إبراهيم ودعى الناس إلى حجه ولم يزل محجوجا من عهد إبراهيم مذكورا في كتب الأنبياء بأحسن وصف وكان صلى الله عليه وسلم من أكمل الناس تربية ونشأة لم يزل معروفا بالصدق والبر ومكارم الأخلاق والعدل وترك الفواحش والظلم وكل وصف مذموم مشهودا له بذلك عند جميع من يعرفه قبل النبوة ومن آمن به ومن كفر بعد النبوة ولا يعرف له شيء يعاب به لا في أقواله ولا في أفعاله ولا في أخلاقه ولا جرب عليه كذبة قط ولا ظلم ولا فاحشة وقد كان صلى الله عليه وسلم خلقه وصورته من أحسن الصور وأتممها وأجمعها للمحاسن الدالة على كماله وكان أميا من قوم أميين لا يعرف هو ولا هم ما يعرفه أهل الكتاب من التوراة والإنجيل ولم يقرأ شيئا من علوم الناس ولا جالس أهلها ولم يدعي نبوة إلى أن أكمل الله له أربعين سنة فأتى بأمر هو أعجب الأمور وأعظمها وبكلام لم يسمع الأولون والآخرون بنظيره وأخبر بأمر لم يكن في بلده وقومه من يعرف مثله ثم اتبعه أتباع الأنبياء وهم ضعفاء الناس وكذبه أهل الرياسة وعادوا وسعوا في هلاكه وهلاك من اتبعه بكل طريق كما كان الكفار يفعلون بالأنبياء وأتباعهم والذين اتبعوه لم يتبعوه لرغبة ولا لرهبة فإنه لم يكن عنده مال يعطيهم ولا جهات يوليهم إياها ولا كان له سيف بل كان السيف والجاه والمال مع أعدائه وقد آذوا أتباعه بأنواع الأذى وهم صابرون محتسبون لا يرتدون عن دينهم لما خالط قلوبهم من حلاوة الإيمان والمعرفة وكانت مكة يحجها العرب من عهد إبراهيم فيجتمع في الموسم قبائل العرب فيخرج إليهم يبلغهم الرسالة ويدعوهم إلى الله صابرا على ما يلقاه من تكذيب المكذب وجفاء الجافي وإعراض المعرض إلى أن اجتمع بأهل يثرب وكانوا جيران اليهود وقد سمعوا أخباره منهم وعرفوه فلما دعاهم علموا أنه النبي المنتظر الذي يخبرهم به اليهود وكانوا سمعوا من أخباره أيضا ما عرفوا به مكانته فإن أمره كان قد انتشر وظهر في بضع عشرة سنة فآمنوا به وبايعوه على هجرته وهجرة أصحابه إلى بلدهم وعلى الجهاد معه فهاجر هو ومن اتبعه إلى المدينة وبها المهاجرون والأنصار ليس فيهم من آمن برغبة دنيوية ولا برهبة إلا قليلا من الأنصار أسلموا في الظاهر ثم حسن إسلام بعضهم ثم أذن له في الجهاد ثم أذن ثم أمر به ولم يزل قائما بأمر الله على أكمل طريقة وأتمها من الصدق والعدل والوفاء لا يحفظ له كذبة واحدة ولا ظلم لأحد ولا غدر بأحد بلى كان أصدق الناس وأعدلهم وأوفاهم بالعهد مع اختلاف الأحوال من حرب وسلم وأمن وخوف وغنى وفقر وقدرة وعجز وتمكن وضعف وقلة وكثرة وظهور على العدو تارة وظهور العدو تارة وهو على ذلك كله لازم لأكمل الطرق وأتمها حتى ظهرت الدعوة في جميع أرض العرب التي كانت مملوئة من عبادة الأوثان ومن أخبار الكهان وطاعة المخلوق في الكفر بالخالق وسفك الدماء المحرمة وقطيعة الأرحام لا يعرفون آخرة ولا معادة فصاروا أعلم أهل الأرض وأدينهم وأعدلهم وأفضلهم حتى إن النصارى لما رأوهم حين قدموا الشام قالوا ما كان الذين صحبوا المسيح أفضل من هؤلاء وهذه آثار علمهم وعملهم في الأرض وآثار غيرهم تعرف العقلاء فرق ما بين الأمرين وهو صلى الله عليه وسلم مع ظهور أمره وطاعة الخلق له وتقديمهم له على الأنفس والأموال مات ولم يخلف درهما ولا دينار ولا شات ولا بعير إلا بغلته وسلاحه ودرعه مرهون عند يهودي على ثلاثين وسقا من شعير ابتاعها لأهله وكان بيده عقار ينفق منه على أهله والباقي يصرفه في مصالح المسلمين فحكم بأنه لا يورث ولا يأخذ ورثته شيئا من ذلك وهو في كل وقت يظهر من عجائب الآيات وفنون الكرامات ما يطول وصفه ويخبرهم بما كان وما يكون ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويشرع الشريعة شيئا بعد شيء ويشرع الشريعة شيئا بعد شيء حتى أكمل الله دينه الذي بعثه به وجاءت شريعته أكمل شريعة لم يبق معروف تعرف العقول أنه معروف إلا أمر به ولا منكر تعرف العقول أنه منكر إلا نهى عنه لم يأمر بشيء فقيل ليته لم يأمر به ولا نهى عن شيء فقيل ليته لم ينهى عنه وأحل لهم الطيبات ولم يحرم منها شيئا كما حرم في شريعة غيره وحرم الخبائث ولم يحل منها شيئا كما استحل غيره وجمع محاسن ما عليه الأمم فلا يذكر في التوراة والإنجيل والزبور نوع من الخبر عن الله وعن الملائكة وعن اليوم الآخر إلا وقد جاء به على أكمل وجه وأخبر بأشياء ليست في الكتب وليس في الكتاب إجاب لعدل وقضاء بفضل وندب إلى الفضائل وترغيب في الحسنات إلا وقد جاء به وبما هو أحسن من وإذا نظر اللبيب في العبادات التي شرعها وعبادات غيره من الأمم ظهر له فضلها ظهر له فضلها ورجحانها وكذلك في الحدود والأحكام وسائر الشرائع وأمته أكمل الأمم في كل فضيلة وإذا قيس علمهم بعلم سائر الأمم ظهر فضل علمهم وإن قيس دينهم وعبادتهم وطاعتهم لله بغيرهم ظهر أنهم أدين من غيرهم وإذا قيس شجاعتهم وجهادهم في سبيل الله وصبرهم على المكار في ذات الله ظهر أنهم أعظم جهادا وأشجع قلوبا وإذا قيس سخاؤهم وبرهم وسماحة أنفسهم بغيرهم ظهر أنهم أسخى وأكرم من غيرهم وهذه الفضائل به نالوها ومنه تعلموها وهو الذي أمرهم بها لم يكونوا قبل متبعين لكتاب جاء هو بتكميله كما جاء المسيح بتكميل شريعة التوراة فكانت فضائل اتباع المسيح وعلومهم بعضها من التوراة وبعضها من الزبور وبعضها من النبوات وبعضها من المسيح وبعضها ممن بعده من الحواريين ومن بعض الحواريين وقد استعالوا بكلام الفلاسفة وغيرهم حتى أدخلوا لما غيروا من دين المسيح في دين المسيح أمورا من أمور الكفار المناقضة لدين المسيح وأما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا قبله يقرؤون كتابا بل عامتهم ما آمنوا بموسى وعيسى وداود والتوراة والإنجيل والزبور إلا من جهته وهو الذي أمرهم أن يؤمنوا بجميع الأنبياء ويقروا بجميع الكتب المنزلة من عند الله ونهاهم عن أن يفرقوا بين أحد من الرسل فقال تعالى في الكتاب الذي جاء به قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم الآيتان السادسة والثلاثون بعد المئة والسابع والثلاثون بعد المئة من سورة البقرة وقال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الآيتان الخامسة والثمانون بعد المئتين والسادسة والثمانون بعد المئتين من سورة البقرة وأمته عليه السلام لا يستحلون أن يوجد شيئا من الدين غير ما جاء به ولا يبتدعون بدعة ما أنزل الله بها من سلطان ولا يشرعون من الدين ما لم يأذن به الله لكن ما قصه عليهم من أخبار الأنبياء وأممهم اعتبروا به وما حدثهم أهل الكتاب موافقا لما عندهم صدقوه وما لم يعلم صدقوه ولا كذبوه أمسكو عنه وما عرفوا بأنه باطل كذبوه ومن أدخل في الدين ما ليس منه من أقوال متفلسفة الهندي من أقوال متفلسفة الهندي والفرس واليونان أو غيرهم كان عندهم من أهل الإلحاد والابتداع وهذا هو الدين الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وهو الذي عليه أئمة الدين الذين لهم في الأمة لسان صدق وعليه جماعة المسلمين وعامتهم ومن خرج عن ذلك كان مذموما مدحورا عند الجماعة وهو مذهب أهل السنة والجماعة الظاهرين إلى قيام الساعة الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذ لهم حتى تقوم الساعة الهامش الحديث للبخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة انتهى الهامش وقد يتنازع بعض المسلمين مع اتفاقهم على هذا الأصل الذي هو دين الرسل العمومة ودين محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا ومن خالف في هذا الأصل كان عندهم ملحدة مذموما ليسوا كالنصارى الذين ابتدعوا دين ما قام به أكابر علمائهم وعبادهم وقاتل عليه ملوكهم ودان به جمهورهم وهو دين مبتدع ليس هو دين المسيح ولا دين غيره من الأنبياء ليس هو دين المسيح ولا دين غيره من الأنبياء والله سبحانه أرسل رسله بالعلم النافع والعمل الصالح فمن اتبع الرسل حصل له سعادة الدنيا والآخرة وإنما دخل في البدع من قصر في اتباع الأنبياء علما وعملا ولما بعث الله محمدا بالهدى ودين الحق تلقى ذلك عنه المسلمون من أمته فكل علم نافع وعمل صالح عليه أمة محمد أخذوه من نبيهم كما ظهر لكل عاقل أن أمته أكمل الأمم في جميع الفضائل العلمية والعملية ومعلوم أن كل كمال في الفرع المتعلم هو في الأصل المعلم وهذا يقتضي أنه عليه السلام كان أكمل الناس علما ودينا وهذه الأمور توجب العلم الضروري بأنه كان صادقا في قوله إني رسول الله إليكم جميعا الآية الثامنة والخمسون بعد المئة من سورة الأعراف لم يكن كاذبا مفتريا فإن هذا القول لا يقوله إلا من هو من خيار الناس وأكملهم إن كان صادقا أو من هو من أشر الناس وأخبثهم إن كان كاذبا وما ذكر من كمال علمه ودينه يناقض الشر والخبيث والجهل فتعين أنه متصف بغاية الكمال في العلم والدين وهذا يستلزم أنه كان صادقا في قوله إني رسول الله إليكم جميعا لأن الذي لم يكن صادقا إما أن يكون متعمدا للكذب أو مخطئا والأول يوجب أنه كان ظالما غاويا والثاني يقتضي أنه كان جاهلا ضالا ومحمد صلى الله عليه وسلم كان علمه ينافي جهله وكمال دينه ينافي تعمد الكذب فالعلم بصفاته يستلزم العلم بأنه صادق ولهذا نزهه الله عن هذين الأمرين بقوله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى الآيات الأربع الأولى من سورة النجم وقال تعالى عن الملك الذي جاء به إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين مطاع ثم أمين من الآية التاسعة عشر وحتى الآية الواحدة والعشرين من سورة التكوير ثم قال عنه وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين من الآية الثانية والعشرين وحتى الآية السابعة والعشرين من سورة التكوير أيضا وقال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين إلى قوله هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون من الآية الثانية والتسعين بعد المئة وحتى الآية الثالثة والعشرين بعد المئتين من سورة الشعراء بيّن سبحانه أن الشيطان أن الشيطان إنما ينزل على من ناسبه ليحصل به غرضه فإن الشيطان يقصد الشر وهو الكذب والفجور ولا يقصد الصدق والعدل فلا يقترن إلا بمن فيه كذب إما عمدا وإما خطأ وفجورا أيضا فإن الخطأ في الدين هو من الشيطان أيضا كما قال ابن مسعود لما سئل عن مسألة أقول فيها برأيي فإن يكون صوابا فمن الله وإن يكون خطأا وإن يكون خطأا فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه فإن رسول الله بريء من تنزل الشياطين عليه في العمد والخطأ بخلاف غير الرسول فإنه قد يخطئ ويكون خطأه من الشيطان وإن كان خطأه مغفورا له فإذا لم يعرف له خبر أخبر به كان فيه مخطئا ولا أمر أمر به كان فيه فاجرا علم أن الشيطان لم ينزل عليه وإنما ينزل عليه ملك كريم ولهذا قال في الآية الأخرى ولهذا قال في الآية الأخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين من الآية الأربعين وحتى الآية الثالثة والأربعين من سورة الحاقة كثرة المؤمنين به صلى الله عليه وسلم قال أبو نعيم أو أبو نعيم ولبث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما فبلغ جميع من آمن رجالا ونساء الذين ركبوا معه سفينته دون مئة نفس وآمن بنبينا في مدة عشرين سنة الناس شرقا وغربا ودانت له جبابرة الأرض وملوكها وخافت زوال ملكهم ككسرى وقيصر وأسلم النجاشي والأقيال رغبة في دين الله والتزم من لم يؤمن به من عظماء الأرض الجزية والإيادة عن صغار أهل نجران وهجر وأيلة وأنذر دومة فذلوا له منقادين الهامش دومة قال في الصحاح ودومة الجندل اسم حصن وأصحاب اللغة يقولونه بضم الدال وأصحاب الحديث يفتحونها أي دومة ودومة انتهى الهامش فذلوا له منقادين لما أيده الله به من الرعب الذي يسير بين يديه شهرا وفتح الفتوح ودخل الناس في دين الله أفواجا كما قال الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا الآيتان الأولى والثانية من سورة النصر قلت مات الرسول صلى الله عليه وسلم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فتح الله له المدينة وخيبر ومكة وأكثر اليمن وحضر موت وتوفي عن مئة ألف صحابي أو يزيدون وقد كتب في آخر حياته الكريمة إلى سائر ملوك الأرض يدعوهم إلى الله تعالى فمنهم من أجاب ومنهم من صانع ودار عن نفسه ومنهم من تكبر فخاب وخسر كما فعل كسرى ابن هرمز حين عتى وبغى وتكبر فمزق ملكه وتفرق جنده شذر مذر ثم فتح خلفائه من بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي التالي على الإثر التالي على الأثر مشارق الأرض ومغاربها من البحر الغربي إلى البحر الشرقي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوية لي منها الهامش الحديث رواه مسلم أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة انتهى الهامش وقال صلى الله عليه وسلم إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده وإذا هلك كسر فلا كسر بعده والذي نفسي بيده لا تنفقنا كنوزهما في سبيل الله وكذا وقع سواء بسواء الهامش الحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه انتهى الهامش امداده صلى الله عليه وسلم بالملائكة فقد أنزل الله الملائكة المقربي لنصرة عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في غير ما موطن في يوم أحد وبدر ويوم الأحزاب ويوم حنين كما سيأتي مفصلا في مواضعه الهامش سيأتي هذا في المغازي النبوية في الجزء الثالث إن شاء الله تعالى نصره صلى الله عليه وسلم بالريح قال الله تعالى في شأن الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا الآية التاسعة من سورة الأحزاب وفي الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبى وأهلكت عاد بالدبور الحديث رواه البخاري من حديث رواه الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركت الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة وابعثت إلى الناس عامة انتهى الهامش ثبت في الصحيحين نصرت بالرعب مسيرة شهر ومعنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قصد قتال قوم من الكفار ألقى الله الرعب في قلوبهم قبل وصوله إليهم بشهر ولو كان مسيره شهرا الفصل الثاني الدلائل والمعجزات الحسية انشقاق القمر فرقتين استسقاؤه صلى الله عليه وسلم لأمته نبع الماء بيء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم تكثيره صلى الله عليه وسلم الأشربة والأطعمة ضيافة أبي طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمة جابر يوم الخندق تكثيره صلى الله عليه وسلم الطعام في السفر قصة جابر ودين أبي البركة في طعام المسلم قصة الشات المسمومة يوم خيبر تسليم الحجر عليه الصلاة والسلام وانقياد الشجر له تسليم الحجر عليه صلى الله عليه وسلم وانقياد الشجر له حنين الجذع شكوى البعير إليه صلى الله عليه وسلم رده صلى الله عليه وسلم عين قتادة دعاؤه صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه دعاؤه صلى الله عليه وسلم على بعضهم ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من الكائنات المستقبلة انشقاق القمر فرقتين قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر الآيات الثلاثة الأولى من سورة القمر وقد أجمع المسلمون على وقوع ذلك في زمنه عليه الصلاة والسلام وجاءت بذلك الأحاديث المتواترة من طرق متعددة تفيد القطع عند من أحاط بها ونظر فيها وذلك مروي عن أنس بن مالك وجبير بن مطعم وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين ونحن نذكر من ذلك ما تيسر فقد روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية فانشق القمر بمكة مرتين الهامش قال ابن كثير في موضع آخر ما يلي وما وقع في رواية أنس في مسند أحمد فانشق القمر بمكة مرتين فيه نظر والظاهر أنه أراد فرقتين والله أعلم انتهى الهامش وزيادة على الهامش هناك يقول ويؤيده رواية أخرى لمسلم عن أنس قال إن شق القمر فرقتين انتهى الهامش فقد روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية فانشق القمر بمكة مرتين فقال اقتربت الساعة وانشق القمر ورواه مسلم وهذا من مرسلات الصحابة والظاهر أنه تلقه عن الجم الغفير من الصحابة أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الجميع وقد روى البخاري ومسلم هذا الحديث عن أنس أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما هذا لفظ البخاري وروا البخاري عن ابن عباس قال إن القمر انشق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ورواه البخاري أيضا ومسلم عن ابن عباس قوله اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر قال قد مضى ذلك كان قبل الهجرة انشق القمر حتى رأوا شقيه وهكذا رواه العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه وهو من مرسلاته وروا الإمام أحمد عبد الله بن مسعود قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين حتى نظروا إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا ورواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال انشق القمر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي اشهدوا وذهبت فرقة نحو الجبل هذا لفظ البخاري قال البخاري وقال أبو الضحى عن مسروق عن مسروق عن عبد الله بمكة وهذا الذي علقه البخاري قد أسنده أبو داود الطيالسي في مسنده عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت قريش هذا سحر ابن أبي كبشة قال فقال انظروا ما يأتينا به السفار فان محمدا لا يستطيع ان يسحر الناس كلهم قال فجاء السفار فقالوا ذلك ورواه البيهقي وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود انه كان يقول خمس قد مضين الروم واللزام والبطشة والدخان والقمر الهامش سيأتي بيان هذه الايات مفصلا في النهاية وهو الجزء الثامن من هذا الكتاب بعونه تعالى انتهى الهامش فهذه الروايات عن هؤلاء الجماعة من الصحابة تفيد القطع لمن تأملها وعرف عدالة رجالها وشهرة هذا الامر وشهرة هذا الامر تغني عن اسناده مع وروده في الكتاب العزيز وما يذكره بعض القصاص من ان القمر دخل في جيب النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من كمه ونحو هذا الكلام فليس له اصل يعتمد عليه والقمر في حال انشقاقه لم يزايل السماء بل انفرق باثنتين وسارت احداهما حتى صارت وراء جبل حراء والاخرى من الناحية الاخرى وصار الجبل بينهما وكلت الفرقتين في السماء واهل مكة ينظرون الى ذلك وظن كثير من جهالتهم ان هذا شيء سحرت به ابصارهم فسألوا من قدم عليهم من المسافرين فاخبروهم بنظير ما شاهدوه فعلموا صحة ذلك وتيقنوه فان قيل فلن فان قيل فلما لم يعرف هذا في جميع اقطار الارض فالجواب ومن ينفي ذلك ولكن تطاول ولكن تطاول العهد والكفرة يجحدون بآيات الله ولكن تطاول العهد والكفرة يجحدون بآيات الله ولعلهم لما اخبروا ان هذا كان آية لهذا النبي المبعوث تداعت اراؤهم الفاسدة على كتمانه وتناسيه على انه قد ذكر غير واحد من المسافرين انهم شاهدوا هيكلا بالهند مكتوبا عليه انه بني في الليلة التي انشق القمر فيها ثم لما كان انشقاق القمر ليلا قد يخفى امره على كثير من الناس لامور مانعة من مشاهدته في تلك الساعة من غيوم متراكمة كان تلك الليلة في بلدانهم ولنوم كثير منهم او لعله كان في اثناء الليل حيث ينام كثير من الناس غير ذلك من الامور والله اعلم استسقاؤه صلى الله عليه وسلم لامته ومما يتعلق بالآيات السماوية في باب دلائل النبوة استسقاؤه عليه السلام ربه عز وجل لامته حين تأخر المطر فاجابه الى سؤاله سريعا حيث لم ينزل عن منبره الا والمطر يتحاذر على لحيته عليه الصلاة والسلام وكذلك استسحاؤه قال البخاري ثنى عمر بن علي ثنى ابو قتيبة ثنى عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار عن ابيه قال سمعت ابن عمر يتمثل بشعر ابي طالب وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتام عصمة للارامل الهامش ثمال بكسر الثاء المثلثة الملجأ والغياث او هو المطعم في الشدة انتهى الهامش قال البخاري وقال ابو عقيل الثقفي عن عمر بن حمزة ثنى سالم عن ابيه عبد الله بن عمر قال ربما ذكرت قول الشاعر وانا انظر الى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فيما ينزل حتى يجيش كل ميزاب وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتام ثمال اليتام عصمة للارامل وهو قول ابي طالب تفرد به البخاري وهذا الذي علقه قد اسنده ابن ماجه قد اسنده ابن ماجه في سننه عن ابن عمر روى البخاري عن شريك او شريك ابن عبد الله ابن ابي نمر انه سمع انس ابن مالك يذكر ان رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت الاموال وتقطعت السبل فادع الله لنا يغيثنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم مسقنا اللهم مسقنا اللهم مسقنا قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت قال والله ما رأينا الشمس سبتا أو ستا ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل ادعو الله يمسكها قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والجبال والضراب ومنابت الشجر قال فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس قال شريك أو شريك فسألت أنسا أهو الرجل الذي سأل أولا قال لا أدري وهكذا رواه البخاري أيضا ومسلم من طريق أخرى انتهى الشريط العشرون وننتقل إلى الشريط الواحد والعشرين الشريط الواحد والعشرون الوجه الأول في الحديث السابق قوله قزع بالفتح واحدة القزع وهي القطعة من السحاب وسلع بفتح فسكون هو جبل بالمدينة وبالمدينة أيضا جبيل يقال له سليع وقوله الضراب بكسر الضاء المعجمة جمع ضرب ككتف أي التلال انتهى الهامش وروى البخاري عن أنس قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال يا رسول الله قحط المطر فادعو الله أن يسقينا فدعا فمطرنا فما كدنا أن نصل إلى منازلنا فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة قال فقام ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله ادعو الله أن يصرف عنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا قال فلقد رأيت السحاب يتقطع يمينا وشمالا يمطرون ولا يمطر أهل المدينة تفرد به البخاري من هذا الوجه وروى البخاري عن أنس قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هنكت البواشي وتقطعت السبن فادعو الله فدعا فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة ثم جاء فقال تهدمت البيوت وتقطعت السبن وهلكت المواشي فادعو الله أن يمسكها فقال اللهم على الأكام والضراب والأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة انجياب الثوب وروى البخاري عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام الناس فصاحوا فقالوا يا رسول الله قحط المطر وحمرت الشجر وهلكت البهائم فادعو الله أن يسقينا فقال اللهم اسقنا مرتين ويم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب فنشأت سحابة وأمطرت ونزل عن المنبر فصلى فلما انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليها فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب صاح إليه تهدمت البيوت وانقطعت السبل فادعو الله يحبسها عنا فادعو الله يحبسها عنا قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم حولينا ولا علينا فتكشطت المدينة فجعلت تمطر حولها ولا تمطر بالمدينة قطرة فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل رواه مسلم وروى البخاري وأبو داود واللفظ له عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أصاب أهل المدينة قحط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينا هو يخطب يوم الجمعة إذ قم رجل فقال يا رسول الله هلكت الكراع هلكت الشاء فادعو الله يسقينا فمد يده ودعا قال أنس وإن السماء لمثل الزجاجة فهاجت الريح أنشأت سحابا ثم اجتمع ثم أرسلت السماء عزاليها الهامش عزاليها بكسر اللام وفتح الياء المثنى مشددة جمع عزلاء وهو فم المزادة الأسفل فشبهت ساع المطر واندفاعه بالذي يخرج من فم المزادة انتهى الهامش فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا فلم تزل تمطر إلى الجمعة الأخرى فقام إليه ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله تهدمت البيوت فادعو الله يحبسه فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال حوالينا ولا علينا فنظرت إلى السحاب يتصدع حول المدينة كأنه إكليل فهذه طرق متواترة عن أنس بن مالك لأنها تفيد القطع عن أئمة هذا الشأن وروى البخاري عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس وقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فسقنا وقال فيسقونا تفرد به البخاري نبع الباء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم روى البخاري عن أنس بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر والتمس الناس الوضوء فلم يجدوه والتمس الناس الوضوء الوضوء فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء فأمر الناس أن يتوضأوا منه فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم وقد رواه مسلم والترمذي والنسائي وقال الترمذي حسن صحيح وروى الامام احمد عن الحسن البصري يقول حدثنا انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم لبعض مخارجه معه ناس من اصحابه فانطلقوا يسيرون فحضرت الصلاة فلم يجد القوم ما يتوضعون به فقالوا يا رسول الله ما نجد ما نتوضع به ورأى في وجوه اصحابه كراهية ذلك فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسير فاخذ نبي الله فتوضأ منه ثم مد اصابعه الاربع على القدح ثم قال هلموا فتوضأوا فتوضأ القوم حتى بلغوا فيما يريدون من الوضوء قال الحسن سئل انس كم بلغوا قال سبعين او ثمانين وهكذا رواه البخاري وروا الامام احمد عن قتاد عن انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالزوراء فأتي باناء فيه ماء لا يغمر اصابعه فامر اصحابه ان يتوضعوا فوضع كفه في الماء فجعل الماء ينبع من بين اصابعه واطراف اصابعه حتى توضأ القوم قال فقنت لانس كم كنتم قال كنا ثلاثمئة وهكذا رواه البخاري وروا البخاري عن البراء بن عازب قال كنا يوم الحديبية اربع عشرة مئة والحديبية والحديبية بئر فنزحناها حتى لم نترك فيها قطرة فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على شفير البئر فدعا بماء فمضمض ومج في البئر فمكثنا غير بعيد ثم استقينا حتى روينا وروت او صدرت ركابنا تفرد به البخاري اسنادا ومتنا وفي افراد مسلم من حديث جابر بن عبد الله في حديث طويل قال فيه سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا افيح الهامش افيح اي واسع انتهى الهامش حتى نزلنا واديا افيحا فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فاتبعته باداوة من ماء فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرى شيئا يستتر به فاذا بشجرتين بشاطئ الوادي فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الى احداهما فاخذ بغصن من اغصانها فقال انقادي علي باذن الله فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده حتى اتى الاخرى الهامش المخشوش بالخاء والشيل المعجمتين هو البعير الذي يجعل الذي يجعل في انفه خشاش وهو عود يجعل في انف البعير اذا كان صعبا ويشد فيه حبل لينقاد ويذل انتهى الهامش فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده حتى اتى الاخرى فاخذ بغصن من اغصانها فقال انقادي علي باذن الله فانقادت معه كذلك حتى اذا كان بالمنتصف مما بينهما لأما بينهما يعني جمعهما فقال التئما علي باذن الله فالتأمت قال جابر فخرجت احضر مخافة ان يحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربي فيبتعد الهامش احضر احضر بضم الهمزة وسكون الحاء المهملة اي اعدو اسعى سعيا شديدا لان لا يحس بالنبي صلى الله عليه وسلم انتهى الهامش فخرجت احضر مخافة ان يحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربي فيبتعد فجلست احدث نفسي فحانت مني لفتة فاذا انا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا واذا الشجرتان قد افترقتا فقامت كل واحدة منهما على ساق فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفا وقفة فقال برأسه هكذا يمينا وشمالا ثم اقبل فلما انتهى الي قال يا جابر هل رأيت مقامي قلت نعم يا رسول الله قال فانطلق الى الشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما غصنا فاقبل فاقبل بهما حتى اذا قمت مقامي فارسل غصنا عن يمينك وغصنا عن شمالك قال جابر فقمت فاخدت حجرا فكسرته وحسرته وحسرته فاندلق فاندلق لي الهامش حسرته اي احددته ونحيت عنه ما يمنع حدته فاندلق بالذان المعجمة اي صار حادا انتهى الهامش فاتيت الشجرتين فقطعت من كل واحدة منهما غصنا ثم اقبلت اجرهما حتى قمت مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلت غصنا عن يميني وغصنا عن يساري ثم لحقته فقلت قد فعلت يا رسول الله قال فقلت فلمذاك قال اني مرأت بقبرين يعذبان فاحببت بشفاعة ان يرفها عنهما ما دام الغصنان رطبين الهامش يرفه بالفائي اخرهها ان يخفف وهو في المطبوعة يرفع ذلك عنها وهو تحريف انتهى الهامش قال فاتينا العسكر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر نادي بوضو الهامش بوضو بفتح الواو اي نادي من من عنده ماء نتوضأ به انتهى الهامش فقلت الا وضو الا وضو الا وضو قال قلت يا رسول الله ما وجدت في الركب من قطرة وكان رجل من الانصار يبرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم الماء في اشجاب له على حمارة من جريده الهامش الهامش فقال فقال لي انطلق الى فلان الانصاري فانظر هل ترى في اشجابه من شيء قال فانطلقت اليه فنظرت فيها فلم اجد فيها الا قطرة في عزلاء في عزلاء شجب منها الهامش 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 عزلاء بالمد هو المشعب الاسفل للمزادة الذي يفرغ منه الماء ويطلق ايضا على فمها الاعلى والمراد هنا الاسفل انتهى الهامش فانطلقت اليه فنظرت فيها فلم اجد فيها الا قطرة في عزلاء شجب منها لو اني افرغه لشربه يابسه فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اني لم اجد فيها الا قطرة في عزلاء شجب منها لو اني افرغته لشربه يابسه قال اذهب فأتني به فأتيته فأخذه بيده فجعل يتكلم بشيء لا أدري ما هو وغمزني بيده ثم أعطاني فقال يا جابر نادي بجفنة فقلت يا جفنة الركب الهامش يا جفنة الركب أي من كان عنده جفنة فليحضرها والجفنة الوعاء الكبير انتهى الهامش فقلت يا جفنة الركب فأتيت بها تحمل فوضعتها بين يديه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في الجفنة هكذا فبسطها وفرق بين أصابعه ثم وضعها في قعر الجفنة وقال خذ يا جابر فصب علي فصب علي وقل بسم الله فصببت عليه وقلت بسم الله فرأيت الماء يفور من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فارت الجفنة ودارت حتى امتلأت فقال يا جابر نادي من كانت له حاجة بالماء قال فأتى الناس فاستقوا حتى رو فقلت هل بقي أحد له حاجة فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الجفنة وهي ملأة قال وشك الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عصى الله أن يطغمكم فأتينا سيف البحر الهامش سيف البحر بكسر السين المهملة أي ساحله وشاطئه انتهى الهامش فأتينا سيف البحر فزجر زجرة فألقى داب فأورينا على شقها النار فطبخنا واشتوينا وأكلنا وشبعنا قال جابر فدخلت أنا وفلان 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 حتى عد خمسة في حجاج عينها ما يرانا أحد الهامش حجاج بكسر الحاء المهملة وفتحها وفتح الجيم هي العظم المستدير حول العين وفي المطبوع محاجر وما أثبتناه هو الصواب انتهى الهامش حتى خرجنا وأخذنا ضلعا من أضلعها فقوسناه ثم دعونا بأعظم رجل في الركب وأعظم جمل في الركب وأعظم كفل في الركب فدخل تحته ما يطأطئ رأسه الهامش كفل بكسر الكاف يقال تكفلت البعير وأكفلته أو تكفلت البعير وأكفلته إذا أدرت حول سنامه كساء ثم ركبته أن يرتفع به الراكب فوق السنام انتهى الهامش وروى البخاري عن سانب ابن أبي الجعد عن جابر ابن عبد الله قال عطش الناس يوما حديبية والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة يتوضأ فجهش الناس نحوه قال ما لكم قالوا ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك فوضع يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون فشربنا وتوضأنا قلت كم كنتم قال لو كنا مئة ألف لكفانا كنا خمس عشرة مئة وهكذا رواه مسلم وفي رواية لهما كنا أربع عشرة مئة وروى البخاري عن عبد الله بن مسعود قال كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفة كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء فقال أطلبوا فضلة من ماء فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإناء ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله عز وجل قال فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل ورواه الترمذي وقال حسن صحيح وروى البخاري عن إمران بن حصين أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير فأدلجوا ليلتهم الهامش فأدلجوا ليلتهم بإسكان الدال المهملة قبلها همزة قطع هو سير الليل كله وأما أدلجنا بفتح الدال المشددة وأما أدلجنا بفتح الدال المشددة فمعناه سرنا آخر الليل هذا هو الأشهر في اللغة وقيلهما لغتان بمعنى واحد ومصدر الأول إدلاج بإسكان الدال والثاني أدلاج أو إدلاج بكسر الدال المشددة قاله النووي في شرح مسلم انتهى الهامش فأدلجوا ليلتهم حتى إذا كان وجه الصبح عرسو الهامش عرسو التعريس هو النزول آخر الليل الاستراحة انتهى الهامش فغلبتهم أعينهم حتى ارتفعت الشمس فكان أول من استيقظ من منامه أبو بكر وكان لا يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه حتى يستيقظ فاستيقظ عمر فقعد أبو بكر عند رأسه فجعل يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فنزل وصل بنا الغدات فاعتزل رجل من القوم لم يصلي معنا فلما انصر فقال يا فلان ما يمنعك أن تصلي معنا قال أصابتني جنابه فأمره أن يتيمم بالصعيد ثم صلى وجعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوب بين يديه وقد عطشنا عطشا شديدا فبينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين فقلنا لها أين الماء قالت إنه لا ماء فقلنا كم بين أهلك وبين الماء قالت يوم وليلة فقلنا انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وما رسول الله فلم نملكها من أمرها حتى استقبلنا بها النبي صلى الله عليه وسلم فحدثت بمثل الذي حدثتنا غير أنها حدثته أنها مؤتمة أنها مؤتمة فأمر بما زادتيها فمج في العزلاوين الهامش متمة بضم الميم وكسر التا المثنى أي ذات أيتام وقوله فمج في العزلاوين المج هو زرق الماء بالفم والعزلا بالمد هو المشعب الأسفل للمزادة الذي يفرغ منه الماء ويطلق على فمها الأعلى وهو المراد هنا يؤيده ما في رواية مسلم فمج في العزلاوين العلياوين انتهى الهامش فشربنا عضاشا أربعين رجلا حتى روينا ومنأنا كل قربة معنا وإداوة غير أنه لم نسق بعيرا وهي تكاد تنض من الملء ثم قال الهامش تنض من الملء بفتح التاء وكسر النون فضاد معجمة مشددة أي تنشق من الملء بكسر الميم وسكون اللام انتهى الهامش ثم قال هاتوا ما عندكم فجمع لها من الكسر والتمر حتى أتت أهلها قالت أتيت أسحر الناس أو هو نبي كما زعموا فهدى الله ذلك الصرمة بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا وكذلك رواه مسلم وفي رواية لهما فقال لها اذهبي بهذا معك لعيالك واعلمي واعلمي أن لم نرزأك من مائك شيئا غير أن الله سقال وفيه أنه لما فتح العزلاوين سمى الله عز وجل وروا الإمام أحمد عن عبد الله بن رباح عن أبي قتاد الأنصري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال إنكم إلا تدركوا الماء غدا تعطشو وانطلق سرعان الناس يريدون الماء ولزمتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمالت برسول الله صلى الله عليه وسلم رحيلته فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعمته فادعم ثم مال فدعمته فادعم ثم مال حتى كاد أن ينجفل عن راحلته فدعمته فانتبه فقال من الرجل فقلت أبو قتابة قال منذ كم كان مسيرك قلت منذ الليلة قال حفظك الله كما حفظت رسوله ثم قال لو عرسنا فمال إلى شجرة فنزل فقال انظر هل ترى أحدا قلت هذا راكب هذان راكبان حتى بلغ سبعة قال احفظوا علينا صلاتنا فنمنا فما أيقظنا إلا حر الشمس فانتبهنا فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسار وسرنا هنيهة ثم نزل فقال أمعكم ماء قال قلت نعم معي مئضأة فيها شيء من ماء قال ائتي بها قال فأتيته بها فقال مسوا منها مسوا منها فتوضأ القوم وبقيت جرعة فقال ازدهر بها يا أبا قتابة فإنه سيكون لها نبأ الهامش ازدهر بها أي احتفظ بها فقال ازدهر بها يا أبا قتابة فإنه سيكون لها نبأ ثم أذن بلال وصلوا ركعتين قبل الفجر ثم صلوا الفجر ثم ركب وركبنا فقال بعضهم لبعض فرطنا في صلاتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون إن كان أمر دنياكم فشأنكم وإن كان أمر دينكم وإن كان أمر دينكم فإلي قلنا يا رسول الله فرطنا في صلاتنا فقال لا تفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة فإذا كان ذلك فصلوها ومن الغد وقتها ثم قال ظنوا بالقوم الهامش ظنوا بالقوم أي ما ترون الناس صنعوا كما في رواية مسلم انتهى الهامش ثم قال ظنوا بالقوم قالوا إنك قلت بالأمس أن لا تدرك الماء غدا إلا تدرك الماء غدا تعتشوا فالناس بالماء قال فلما أصبح الناس وقد فقدوا نبيهم فقال بعضهم لبعض إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالماء وفي القوم أبو بكر وعمر فقال أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليسبقكم إلى الماء ويخلفكم وإن يطع الناس وإن يطع الناس وإن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا أو يرشدوا قالها ثلاثا فلما اشتدت الظهير رفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله هلكنا عطشا تقطعت الأعناق فقال لا هلك عليكم ثم قال يا أبا قتادة ائتب المئضاء فأتيته بها فقال أحل لي غمري يعني قدحه الهامش غمري بضم الغين المعجمة وفتحه الميم هو القدح الصغير انتهى الهامش فحللته فأتيته به فجعل يسب فيه ويسق الناس فازدحم الناس عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أحسن الملأ فكلكم سيصدر عن ري الهامش أحسن الملأ بفتح الميم واللام آخره همزة أي الخلق والعشرة يقال ما أحسن ملأ فلان أي أخلاقه وعشرته والمراد هنا ليرفق بعضكم ببعض في هذا المزدحم فكلكم سيروى انتهى الهامش فشرب القوم حتى لم يبقى غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب لي فقال شرب يا أبا قتادة قال قلت شرب أنت يا رسول الله قال إن ساق القوم آخرهم فشربت وشرب بعدي وبقي في المئضاءة نحو مما نحو نحو مما كان فيها وهو يومئذ وهم يومئذ ثلاثمائة قال عبد الله فسمعني عمران ابن حسين وأنا أحدث هذا الحديث في المسجد الجامع فقال من الرجل قلت أنا عبد الله ابن رباح الأنصاري قال ما كنت قال ما كنت أحسب أحدا يحفظ هذا الحديث غيري وقد رواه مسلم عن أبي قتادة الحرث بن ربعي الأنصاري بطوله تكثيره تكثيره صلى الله عليه وسلم الأشربة والأطعمة روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل وروا الإمام أحمد عن مجاهد أن أبا هريرة كان يقول والله إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله عز وجل ما سألته إلا ليستتبعني فلم يفعل فمر عمر رضي الله عنه فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليستتبعني فلم يفعل فمر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فعرف ما في وجهي وما في نفسي فقال يا أبا هريرة فقال أبا هريرة قلت له لبيك يا رسول الله فقال الحق فقال الحق فاستأذنت فأذن لي فوجدت لبنا في قدح قال من أين لكم هذا اللبن فقالوا أهداه لنا فلان أو آل فلان قال أبا هريرة قلت لبيك يا رسول الله قال انطلق إلى أهل الصفة فادعهم لي قال وأهل الصفة أضياف الإسلام لم يأو إلى أهل ولا مال إذا جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية أصاب منها وبعث إليهم منها وإذا جاءته الصدقة أرسل بها إليهم ولم يصب منها قال وأحزنني ذلك وكنت أرجو أن أصيب من اللبن شربه أتقوى بها بقية يومي وليلتي وقلت أنا الرسول فإذا جاء القوم كنت أنا الذي أعطيهم وقلت ما يبقى لي من هذا اللبن ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد فانطلقت فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فأخذوا مجالسهم من البيت ثم قال أباهر خذ فأعطهم خذ فأخذت القدح فجعلت أعطيهم فيأخذ الرجل القدح فيشرب حتى يروى ثم يرد القدح حتى أتيت على آخرهم ودفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ القدح فأخذ القدح فوضعه في يده وبقي فيه فضله ثم رفع رأسه ونظر إلي وتبسم وقال أباهر فقلت لبيك رسول الله قال بقيت أنا وأنت فقلت صدقت يا رسول الله قال فقعد فاشرب قال فقعدت فشربت ثم قال لي اشرب فشربت فما زال يقول لي اشرب فاشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له في مسلكا قال ناولني القدح فرددت اليه القدح فشرب من الفضلة ورواه البخاري وأخرجه الترمذي وقال الترمذي صحيح روى ابو نعيم في الدلائل عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعتبة ابن أبي معيط بمكة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وقد فر من المشركين فقال يا غلام عندك لبن تسقن فقلت إني مؤتما ولست بساقيكما ولست بساقيكما فقال هل عندك من جذعة لم ينز عليها الفحل بعد قلت نعم فأتيتهما بها فاعتقلها أبو بكر وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الضرع فدعا فحفل الضرع وجاء أبو بكر بصخرة متقعرة فحلب فيها ثم شرب هو وأبو بكر وسقياني ثم قال للضرع أقلص فقلص فلما كان بعد أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت علمني من هذا القول الطيب يعني القرآن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك غلام معلم فأخذت من فيه سبعين سورة ما ينازعني فيها أحد فقوله في هذا السياق قد فر من المشركين ليس المراد منه وقت الهجرة إنما ذلك في بعض الأحوال قبل الهجرة فإن ابن مسعود ممن أسلم قديما وهاجر إلى الحبش ورجع إلى مكة كما تقدم وقصته هذه صحيحة ثابتة في الصحاح وغيرها والله أعلم وروا الإمام أحمد عن جابر أن أم مالك البهزية كانت تهدي في عكة لها سمنا للنبي صلى الله عليه وسلم فبينما بنوها يسألونها الإدامة وليس عندها شيء فعمدت إلى عكتها الهامش عكتها بضم العين المهملة هي آنية السمن أصغر من القربة انتهى الهامش فعمدت إلى عكتها التي كانت تهدي فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت فيها سمنا الهامش من هنا إلى قوله فقال ساقط في المطبوعة أكملناه في المسند انتهى الهامش فما زال يدوم لها أدوم بنيها حتى عصرت وأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أعصرته فقلت نعم قال لو تركتيه ما زال ذلك مقيما ثم روى الإمام أحمد عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل يستطعمه فأطعمه شطر وسق شعير فما زال الرجل يأكل منه هو وامرأته وضيف لهم حتى كالوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم لو لم تكيلوه لأكلتم فيه ولقام لكم لو لم تكيلوه لأكلتم فيه ولقام لكم وقد روى هذين الحديثين مسلم من وجه آخر عن جابر ضيافة أبي طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم روى البخاري ثنى عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء قالت نعم فأخرجت أقراسا من شعير ثم أخرجت خمارا لها فلفت فلفت الخبز ثم أخرجت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت تحت يدي ولا ثتني ببعضه ولا ثتني ببعضه الهامش ولا ثتني ببعضه أي لفت بعض الخمار على رأسي لألا يسقط الخبز حين أمشي انتهى الهامش ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة فقلت نعم قال بطعام قلت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا فانطلق فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبو طلحة فأخبرته فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس عندنا ما نطعمهم فقالت الله ورسوله أعلم فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه فقال رسول الله هلما يا أم سليم ما عندك فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت وعصرت أم سليم عكة فآدمته ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما شاء يقول ثم قال ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا ثم شبعوا ثم خرجوا ثم قال ائذن لعشرة فأكلوا حتى شبعوا ثم قال ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال ائذن لعشرة فأكل القوم كلهم والقوم سبعون أو ثمانون رجلا وقد رواه البخاري في مواضع أخر في صحيحه ومسلم وروا الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال بعثني أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأدعوه وقد جعل له طعاما فأقبلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس قال فنظر إلي فاستحيت فقلت أجب أبو طلحة فقال للناس قوموا فقال أبو طلحة يا رسول الله إنما صنعت شيئا لك قال فمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا فيها بالبركة ثم قال أدخل نفرا من أصحابي عشرة فقال كنوا فأكلوا حتى شبعوا وخرجوا وقال أدخل عشرة فأكلوا حتى شبعوا فما زال يدخل عشرة ويخرج عشرة حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل فأكل حتى شبع ثم هيئها فإذا هي مثلها حين أكلوا منها وقد رواه مسلم انتهى الوجه الأول وننتقل إلى الوجه الثاني الوجه الثاني وروا الإمام أحمد عن أنس بن مالك قالت أم سليم اذهب إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقل إن رأيت أن تغدى عندنا ففعل فجئت فبلغته فقال ومن عندي قلت نعم قال انهضوا قال فجئت فدخلت على أم سليم وأنا لدهش لمن أقبل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقالت أم سليم ما صنعت يا أنس فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثر ذلك فقال هل عندك سمن قالت نعم قد كان منه عندي عكة فيها شيء من سمن قال فأتي بها قالت فجئت بها ففتح رباطها ثم قال بسم الله اللهم أعظم فيها البركة قال فقال أقلبيها فقلبتها فعصرها نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو يسمي فأخذت نقع القدر فأخذت نقع قدر فأكل منها بضع وثمانون رجلا وفضل فضلة فدفعها إلى أم سليم فقال كلي وأطعمي جيرانك وقد رواه مسلم في الأطعمة فهذه طرق متواترة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه شهد ذلك على ما فيه من اختلاف في بعض حروفه ولكن أصل القصة متواتر لا محالة كما ترى ولله الحمد والمنة فقد رواه عن أنس بن مالك إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة وبكر بن عبد الله المزني وثابت بن أسلم البناني والجعد بن عثمان وسعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد الأنصري وسينان بن ربيع وعبد الله ابن عبد الله بن أبي طلحة وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعمر ابن عبد الله بن أبي طلحة ومحمد بن سيرين والنظر بن أنس ويحيى بن عمارة ابن أبي حسن ويعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة وليمة جابر يوم الخندق الهامش ذكر ابن كثير هذه المعجزة في سياق وقائع الخندق وستأتي في موضعها في المغازي النبوية في الجزء الثالث بعونه تعالى انتهى الهامش روى البخاري عحمه الله عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه الهامش عن أبيه هو أيمن المكي مولى بن مخزوم انتهى الهامش قال أتيت جابرا فقال إنا يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة فجأوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه كدية عرضت في الخندق فقال أنا نازل ثم قام وبطنه معصوب بحجر ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب فعاد كثيبا أهيل أو أهيم فقلت يا رسول الله ائذن لي إلى البيت فقلت لامرأتي رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر فعندك شيء قالت عندي شعير وعناق فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحمة في البرمة ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر والبرمة بين الأثافي قد كادت أن تنضج قد كادت أن تنضج فقلت طعيم لي فقم أنت يا رسول الله رجل أو رجلان قال كم هو فذكرت له فقال كثير طيب قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي فقال قوموا فقام المهاجرون والأنصار فلما دخل على امرأته قال ويحكي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم قالت هل سألك قلت نعم فقال ادخلوا ولا تضاغطوا فجعل يسكر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع فلم يزل فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبع وبقي بقية قال كلي هذا وأهدي فإن الناس أصابتهم مجاعة تفرد به البخاري وقد رواه الإمام أحمد وروه البيهقي في الدلائل قصة قصعة بيت الصديق روى البخاري عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس أو كما قال وأن أبا بكر جاء بثلاثة وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة وأبو بكر ثلاثة قال فهو أنا وأبي وأمي ولا أدري هل قال امرأتي وخادمي بين بيتنا وبيت أبي بكر الهامش قوله ولا أدري هل قال امرأتي وخادمي بين بيتنا وبيت أبي بكر وأن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صلى العشاء ثم راجع فلبث حتى تعشى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله قالت لهم رأته ما حبسك عن أضيافك أو ضيفك قال أوما عشيتيهم قالت أبوا حتى تجيء قد عرضوا عليهم فغلبوهم فذهبتوا فاختبأت الهامش عرضوا عليهم أي عرض الخدم العشاء على الأضياف فأبوا حتى تجيء فتأكل معهم فذهبت أي المتكلم هو عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما انتهى الهامش فذهبتوا فاختبأتوا فقال يا غنثر فجدع وسب الهامش يا غنثر بظلم الغير المعجمة وفتح الثاء المثلثة بينها نون ساكنة أي يا جاهل أو يا ثقيل أو يا لئيم فجدع وسب أي دعا علي بالجدع وهو قطع الأنف أو الأذن أو الشفى وشتم ظنا من أبي بكر رضي الله عنه أن ابنه عبد الرحمن فرط في حق الأضياف انتهى الهامش فجدع وسب وقال كله وفي رواية أخرى لا هنيئا وقال لا أطعمه أبدا قال الهامش قوله لا هنيئا قال أبو بكر هذا الأضياف حين علم أن ابنه لم يفرط في حقهم وقال ويم الله القائل هو عبد الرحمن ابن أبي بكر وقوله ويم الله بهمزة وصل ويجوز قطعها مبتدأ خبره محذوف تقديره قسمي أي ويم الله قسمي انتهى الهامش قال ويم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها حتى شبع وصارت أكثر مما كانت قبل فنظر أبو بكر فإذا هي شيء أو أكثر فقال لامرأته يا أخت بني فراس الهامش يا أخت بني فراس نداء تعجب واستفهام أي ما هذا كما في رواية أخرى انتهى الهامش فقال لامرأته يا أخت بني فراس قالت لا وقرة عيني الهامش وقرة عيني تعني النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الهامش قالت لا وقرة عيني هي الآن هي الآن أكثر مما قبل بثلاث مرار فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان الشيطان يعني يمينه ثم أكل منها لقمة الهامش كان الشيطان أي الحامل على يمينه التي حلفها بأن لا يأكل معهم أبدا انتهى الهامش وقال إنما كان الشيطان يعني يمينه ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده وكان بيننا وبين قوم عهد فمضى الأجل الهامش فمضى الأجل أي فجاءوا إلى المدينة بعد ذلك انتهى الهامش فمضى الأجل فعرفنا اثني عشر رجلا مع كل رجل منهم ألاس الله أعلم كم مع كل رجل غير أنه بعث معهم قال فأكلوا منها أجمعون أو كما قال وغيرهم يقول فتفرقنا هذا لفظه وقد رواه في مواضع أخر من صحيحه ومسلم الهامش فعرفنا أو فعرفنا اثني عشر رجلا أي جعلناهم عرفاء على بقية أصحابهم وقوله غير أنه بعث معهم أي بعث النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العرفاء نصيب أصحابهم من تلك الأطعمة وقوله رواه البخاري في الفضائل وهذا الحديث رواه البخاري في الفضائل وفي الصلاة ولفظه هنا في علامات النبوة انتهى الهامش تكثيره صلى الله عليه وسلم الطعام في السفر روى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن أبي بكر أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثين ومئة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن ثم جاء رجل مشرك مشعانان مشعانان طويل بغنم يسوقها الهامش مشعانان بضم الميم وسكون الشين المعجم آخره نون مشددة أي ثائر الرأس وأشعثه انتهى الهامش ثم جاء رجل مشرك مشعانان طويل بغنم يسوقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيعا أم عطية أو قال أم هدية قال لا بل بيع فاشترى منه شاتا فصنعت وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو فصنعت وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أي شوى قال ويم الله ما من الثلاثين والمئة إلا قد حز له رسول الله صلى الله عليه وسلم حزة من سواد بطنها إن كان شاهدا أعطاه إياه وإن كان غائبا خبأ له قال وجعل منها قصعتين قال فأكلنا منهما أجمعون وشبعنا وفضل في القصعتين فجعلناه على البعير أو كما قال وقد أخرجه البخاري ومسلم وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها فأرمل فيها المسلمون واحتاجوا إلى الطعام فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحر الإبل فأذن لهم فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فجاء فقال يا رسول الله إبلهم تحملهم وتبلغهم عدوهم ينحرونها ادعوا يا رسول الله بغبرات الزاد الهامش بغبرات الزاد أو بغبرات الزاد جمع غبر بضم الغين المعجمة وفتح الموحدة أي بقايا الزاد انتهى الهامش فقال يا رسول الله ادعوا يا رسول الله بغبرات الزاد فادعوا الله عز وجل فيها بالبركة قال اجل فدعا بغبرات الزاد فجاء الناس بما بقي معهم فجمعه ثم دعا الله عز وجل فيه بالبركة ودعاهم بأوعيتهم فملأها وفضل فضل كثير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك اشهد ان لا اله الا الله واشهد اني عبد الله ورسوله ومن لقي الله عز وجل بهما غير شاك دخل الجنة ورواه مسلم والنسائي وروا الحافظ ابو يعلى عن اياس بن سلم عن ابيه الهامش هو اياس ابن الصحابي سلم ابن الاكوع رضي الله عنه انتعى الهامش قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر فامرنا ان نجمع ما في ازوادنا يعني من التمر فبسط نطعا نشرنا عليه ازوادنا قال فتمطيت فتطاولت فنظرت فحزرته كربضة شات الهامش كربضة بكسر الراء وسكون الموحدة اي كجثة شات او مقدار حجمها اي مقدار حجمها انتهى الهامش فحزرته كربضة شات ونحن اربع عشرة مئة قال فأكلنا ثم تطاولت فنظرت فحزرته كربضة شات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من وضوء الهامش الوضوء بفتح الواه والماء الذي يتوضأ به انتهى الهامش قال فجاء رجل بنقطة في ادواته في اداوته قال فقبضها فجعلها في القبح قال فتوضأنا كلنا ندغفقهها دفقة ندغفقها دغفقة الهامش يقال دغفق الماء اي صبا كثيرا انتهى الهامش ونحن اربع عشرة مئة قال فجاءوا ناس فقالوا يا رسول الله انا وضوء فقال قد فرغ الوضوء وقد رواه مسلم قصة جابر ودين ابيه روى البخاري في الدلاء للنبوة عن عامر الشعبي حدثني جابر ان اباه توفي وعليه دين فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ان ابي ترك عليه دينا وليس عندي الا ما يخرج النخله الا ما يخرج نخله ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه فانطلق معي لكي لا يفحش علي الغرماء فمشى حول بيدر من بيادر التمر فدعى ثم اخر ثم جلس عليه فقال انزعوه فاوفاهم الذي لهم وبقي مثل ما اعطاهم هكذا رواه هنا مختصرا وقد اسنده من طوق عن عامر ابن شراحيل الشعبي عن جابر به وهذا الحديث قد روي من طرق متعددة عن جابر بالفعظ كثيرة وحاصلها انه ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاه له ومشيه في حائطه وجلوسه على تمره وفى الله دين ابي وكان قد قتل باحد وجابر كان ليرجو وفاءه في ذلك العام ولا ما بعده ومع هذا فضل له من التمر اكثر اكثر فوق ما كان يؤمنه ويرجوه ولله الحمد والمنة البركة في طعام المسلم روى البخاري ومسلم عن عائشة قالت لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيت شيء يأكله ذو كبد الا شطر شعير في رف لي فاكلت منه حتى طال علي فاكلته ففني وروا مسلم في صحيحه عن جابر ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه فاطعمه شطر وسقي شعير فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما حتى كاله فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو لم تكله لأكلتم منه ونقام لكم وروا مسلم عن جابر ان ام مالك كانت تهدي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عكتها سمنا فيأتيها بنوها فيسألون الادم او الادم وليس عندها شيء فتعمد الى التي تهدي فيه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجد فيه سمنا فما زال يقيم لها ادم بيتها حتى عصرتها فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعصرتها قالت نعم فقال لو تركتيها ما زالت قائمة وقد رواه الامام احمد قصة الشات المسمومة يوم خيبر قال البخاري رواه عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال حدثنا عبد الله ابن يوسف ثم الليث حدثني سعيد بن حدثني سعيد عن ابي هريرة قال لما فتحت خيبر اهدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم هكذا ورده هاهنا مختصرا وقد روى الامام احمد عن ابي هريرة قال لما فتحت خيبر اهدية للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي اجمعوا لي من كان هاهنا من يهود فجمعوا له قال النبي صلى الله عليه وسلم إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عن قالوا نعم يا أبا القاسم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبوكم قالوا أبونا فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبتم بل أبوكم فلان قالوا صدقت وبررت فقل فقال هل أنتم صادقي عن شيء إذا سألتكم عن قالوا نعم يا أبا القاسم وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النار فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا نخلفكم فيها أبدا ثم قال لهم هل أنتم صادقي عن شيء إذا سألتكم فقالوا نعم يا أبا القاسم فقال هل جعلتم في هذا الشات سما فقالوا نعم قال ما حملكم على ذلك قالوا أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك وإن كنت نبيا لم يضرك وإن كنت نبيا لم يضرك وقد رواه البخاري في الجزية وفي المغازي أيضا وروا البي هقي عن أبي هريرة امرأة من يهود أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاية مسمومة فقال لأصحابه أمسكوا فإنها مسمومة وقال لها ما حملك على ما صنعتي قالت أردت أن أعلم إن كنت نبيا فسيطلعك الله عليه وإن كنت كاذبا أريح الناس منك قال فما عرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه أبو داود ثم روى البي هقي عن جابر بن عبد الله نحو ذلك الهامش ذكر ابن كثير قصة الشاة المسمومة في سياق سرد وقاع غزوة خيبر وستأتي في المغازي النبوية في الجزء الثالث بعونه تعالى انتهى الهامش وروا الإمام أحمد عن ابن عباس من امرأة من اليهود أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة فأرسل إليها فقال ما حملك على ما صنعتي قالت أحببت أو أردت إن كنت نبيا فإن الله سيطلعك عليه وإن لم تكن نبيا أريح الناس منك قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد من ذلك شيئا احتجم قال فسافر مرة فلما أحرم وجد من ذلك شيئا فاحتجم تفرد به أحمد وإسناده حسن وفي الصحيحين عن أنس بن مالك أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجئ بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك قالت أردت لأقتلك فقال ما كان الله ليسلطك علي أو قال على ذلك قالوا ألا تقتلها قالوا ألا تقتلها قال لا قال ألس فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم وروا أبو داود عن ابن شهاب الزهري قال كان جابر ابن عبد الله يحدث أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية الهامش صلى اللحمة يصليه صلى أو صلى اللحمة يصليه صليا شواه في النار كأصلاه وصلاه عن القاموس انتهى الهامش سمت شاة مصلية ثم أهدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذراع فأكل منه وأكل رهط من أصحابه معه ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعوا أيديكم وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فدعاها فقال لها أسممت هذه الشاة قالت اليهودية من أخبرك قال أخبرتني هذه التي في يدي وهي الذراع قالت نعم قال فما أردت بذلك قالت قلت إن كنت نبيا فلن تضرك وإن لم تكن نبيا استرحنا منك فعفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشات واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم على كاهله من أجل الذي أكل من الشات حجمه أبو هند بالقرن والشفرة وهو مولى لبني بياضة من الأنصار ثم روى أبو داود عن أبي سلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت له يهودية بخي برشاة مصلية نحو حديث جابر قال فمات بشر ابن البراء ابن معرور فأرسل إلى اليهودية فقال ما حملك على ذلك ما حملك على الذي صنعت فذكرت نحو حديث جابر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت ولم يذكر أمر الحجامة قال البيهقي ورويناه من حديث حمد بن سلم عن محمد بن عمر عن أبي سلم عن أبي هريرة قال ويحتمل أنه لم يقتلها في الابتداء ثم لما مات بشر ابن البراء أمر بقتلها تسليم الحجر عليه صلى الله عليه وسلم وانقياد الشجر له روى مسلم عن جابر بن سمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي بمكة قبل أن أبعث إني لا أعرفه الآن قال بعضهم هو الحجر الأسود وقد تقدم الحديث الذي رواه مسلم الهامش تقدم هذا الحديث بتمامه في نبع الماء من بين أصابعه في هذا الفصل انتهى الهامش وقد تقدم الحديث الذي رواه مسلم عن جابر بن عبد الله قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فاتبعته بإداوة من ماء فنظر فلم يرى شيئا يستتر به وإذا شجرتان بشاطئ الوادي فانطلق إلى إحداهما فأخذ بغسن من أغصانها وقال انقادي علي بإذن الله فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده حتى أتى الأخرى فأخذ بغسن من أغصانها فقال انقادي علي بإذن الله فانقادت معه كذلك حتى إذا كان بالمنتصف فيما بينهما لأما بينهما يعني جماعهما وقال التأي ما علي بإذن الله فالتأمت قال جابر فخرجت أحضر مخافة أن يحس بقربي فيبعد فجلست أحدث نفسي فحانت مني لفتة فإذا أنا برسول الله مقبل وإذا الشجرتان قد افترقتا وقامت كل واحدة منهما على ساق فرأيت رسول الله وقف وقفة وقال برأسه هكذا يمينا وشمالا وذكر تمام الحديث في قصة الماء وقصة الحوت الذي دسره البحر كما تقدم ولله الحمد والمنة حميل الجذع وقد ورد من حديث جماعة من الصحابة بطرق متعددة تفيد القطع عند أئمة هذا الشأن وفرسان هذا الميدان فروا الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله عن أبي عن أبي بن كعب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع نخلة إذ كان المسجد عريشا وكان يخطب إلى ذلك الجذع فقال رجل من أصحابه يا رسول الله هل لك أن نجعل لك منبران تقوم عليه يوم الجمعة فتسمع الناس خطبتك قال نعم فصنع له ثلاث درجات هنالاتي على المنبر فلما صنع المنبر ووضع موضيعه ووضع موضيعه الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم على ذلك المنبر فيخطب عليه فمر إليه فلما جاوز ذلك الجذع الذي كان يخطب إليه خار حتى تصدع وانشق فنزل النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت الجذع فمسحه بيده ثم رجع إلى المنبر فلما هدم المسجد أخذ ذلك الجذع أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه فكان عنده حتى بلي وأكلته الأرض وعاد رفاتا وهكذا رواه الإمام أحمد ابن حنبل عن أبي بن كعب فذكره وعنده فمسحه بيده حتى سكن ثم رجع إلى المنبر وكان إذا صلى صلى إليه والباقي مثله وقد رواه ابن ماجة وروى الإمام أحمد عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع نخلة قال فقالت امرأة من الأنصار وكان لها غلام نجار يا رسول الله إن لي غلاما نجارا أفأمره أن يتخذ لك منبرا تخطب عليه قال بلى قال فاتخذ له منبرا قال فلما كان يوم الجمعة خطب على المنبر قال فأن الجذع الذي كان يقوم عليه كما يئن الصبي فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا بكى لما فقد من الذكر هكذا رواه أحمد وقد روا البخاري عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة فقالت امرأة من الأنصار أو رجل يا رسول الله أنا نجعل لك منبرا قال إن شئتم فجعلوا له منبرا فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه يأن أنين الصبي الذي يسكن قال كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها وقد ذكره البخاري في غير ما موضع من صحيحه وروا البخاري عن حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها فلما صنع له المنبر وكان عليه فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت تفرد به البخاري ورواه أحمد بنحوه وروا البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع فأتاه فمسح يده عليه وقد رواه ترمذي وقال حسن صحيح غريب شكوى البعير إليه صلى الله عليه وسلم روا الإمام أحمد عن عبد الله بن جعفر الهامش بن جعفر هو جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه أما ابنه عبد الله فهو أول من ولد من المهاجرين في الحبشة له صحبة توفي عام ثمانين رضي الله عنه انتهى الهامش قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أخبر به أحدا أبدا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب ما استتر به في حاجته هدف أو حائش نخل فدخل يوما حائطا من حطار الأنصار فإذا جمل قد أتاه فجرجر وطرفت عينا فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم سراته الهامش فمسح سراته وذفرا أو وذفرا السرات أي أعلى رأسه وذفرا بكسر الذال المعجمة وسكون الفاء هو مثنى ذفرا أو ذفرا وهو العظم الشاخص خلف الأذنين من الحيوان وهو يهنأ بحكه ومسحه انتهى الهامش فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم سراته وذفراه فسكن فقال من صاحب الجمل فجاء فتى من الأنصار قال هو لي يا رسول الله فقال أما تتقل لها في هذه البهيمة التي ملككها الله إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه وقد رواه مسلم رده صلى الله عليه وسلم عين قتاده روى البيهقي في الدلائل عن عاصم ابن عمر ابن قتاد عن أبيه عن جده قتاد بن النعمان أنه أصيبت عينه يوم بدر فسانت حدقته على وجنته فأرادوا أن يقطعوها فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا فدعاه فغمز حدقته براحته فكان لا يدري أي عينيه أصيب وفي رواية فكانت أحسن عينيه وقد دخل بعض ولده وهو عاصم ابن عمر ابن قتاد على عمر ابن عبد العزيز فسأل عنه فأنشأ يقول أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد فعادت كما كانت لأول أمرها فيا حسن ما عين ويا حسن ما خدي فقال عمر بن عبد العزيز تلك المكارمة لا قعبان من لبن شيب بماء فعاد بعد أبوال ثم أجازه فأحسن جائزته وقد روى الدرى قطني أن عينيه أصيبت معا حتى سالت على خدي فردهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكانهما والمشهور الأول كما ذكر ابن إسحاق دعاءه صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة ثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلاء فوضعت له وضوءا فلما خرج قال من صنع هذا قالوا ابن عباس قال اللهم فقهه في الدين وروى البيهقي عن سعيد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده على كتفي أو قال من كبي شك سعيد ثم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وقد استجاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة في ابن عمه فكان إماما يهتدى بهداه ويقتدى بسناف علوم الشريعة ولسيما في علم التأويل وهو التفسير فإنه انتهت إليه علوم الصحابة قبله وما كان عقله من كلام ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الأعمش عن ابن عن أبي الضحى عن مسروق قال عبد الله بن مسعود لو أن ابن عباس أدرك أسناننا ما عاشره أحد منا وكان يقول لهم نعمة ترجمان القرآن ابن عباس هذا وقد تأخرت وفاة ابن عباس حتى وفاة عبد الله بن مسعود ببضع وثلاثين سنة فما ظنك بما حصله بعده في هذه المدة وقد روينا عن بعض الصحابة عن بعض أصحاب أنه قال خطب الناس ابن عباس في عاشية عرفة ففسر لهم سورة البقرة أو قال سورة ففسرها تفسيرا لو سمعه الروم والترك والدي لم لأسلموا رضي الله عنه وأرضاه وثبت في الصحيح أنه عليه السلام دعا لأنس بن مالك بكثرة المال والولد فكان كذلك حتى روى الترمذي عن محمود ابن غيلان عن أبي داود الطيالسي عن أبي خلدة قال قلت لأبي العالية سمع أنس من النبي صلى الله عليه وسلم فقدمه عشر سنين ودعا له وكان له بستان يحمل في السنة الفاكهة مرتين وكان فيه ريحان وكان فيه ريحان يجيء منه ريح المسك وقد روينا في الصحيح أنه ولد له لصنبه قريب من مئة وقد روينا في الصحيح أنه ولد له لصنبه قريب من مئة أو ما ينيف عليها وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال اللهم أطل عمر فعمر مئة وقد دعا صلى الله عليه وسلم لأم سليم ولي أبي طلحة في غابر ليلتهما فولدت له غلاما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله فجاء من صلبه تسعة كلهم قد حفظ القرآن ثبت ذلك في الصحيح وثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه سأل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأمه فيهديها الله فدعا لها فذهب أبو هريرة فوجد أمه تغتسل خلف الباب فلما فرغت قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فجعل أبو هريرة يبكي من الفرح ثم ذهب فأعلم بذلك رسول الله وسأل منه أن يدعو لهما أن يحببهما الله أن يحببهما الله إلى عباده المؤمنين فدعا لهما فحصل ذلك قال أبو هريرة فليس مؤمن ولا مؤمنة إلا وهو يحبنا وقد صدق أبو هريرة في ذلك رضي الله عنه وأرضاه واغتبت في الصحيح أنه عليه السلام دعا لسعد بن أبي وقاص وهو مريض فعوفي ودعا له أن يكون مجاب الدعوة فقال اللهم أجب دعوته وسدد رميته فكان كذلك فنعم أمير السرايا والجيوش كان فنعم أمير السرايا والجيوش كان وقد دع سعد على أبي سعد أسامة ابن قتاد حين شهد فيه بالزور بطول العمر وكثرة الفقر والتعرض للفتن فكان ذلك فكان إذا سئل ذلك الرجل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد وثبت في صحيح البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم دعا للسائب ابن يزيد ومسح بيده على رأسه فطال عمره حتى بلغ أربع وتسعين سنة وهو تام القامة معتدل ولم يشب منه موضع أصابت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتع بحواسه وقوى وثبت في الصحيحين أنه عليه السلام دعا لعبد الرحمن بن عوف بالبركة حين رأى عليه ذلك الدرع من الزعفران لأجل العرس واستجاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ففتح له في المتجر والمغانم حتى حصل له مال جزيل بحيث إنه لما مات صولحت امرأة من نسائه الأربع عن ربع ثمن على ثمانين ألفا وروى البخاري عن أبي عقيل أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق فيشتري الطعاما فيلقاه ابن الزبير وابن عمر فيقولان أشركنا في بيعك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة فيشركهم فربما أصاب الراحلة كما هي فبعث بها إلى المنزل دعاءه صلى الله عليه وسلم على بعضهم وروى مسلم عن سلمة بن الأكوى عن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال له كن بيمينك قال لا استطيع قال لا استطعت ما يمنعه إلى الكبر قال فما رفعها إلى فيه وقد رواه أبو داود الطيالسي عن سلمة بن الأكوى قال أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرا ابن راعي العير وهو يأكل بشماله فقال كن بيمينك قال لا استطيع قال لا استطعت قال فما وصلت يده إلى فيه بعد وثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس قال كنت ألعب مع الغلمان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختبأت منه فجاءني فحاطني فجاءني فحطاني حطوة أو حطوتين أنهامش قوله فحطاني حطوة أو حطوتين بالحاء المهملة في الثلاثة قال الهروي جاء به الراوي غير مهموز قال ابن الأعربي الحطو تحريك الشيء مزعزع وقال رواه شمر بالهمز ذكره ابن الأثير انتهى الهامش فجاءني فحطاني حطوة أو حطوتين وأرسلني إلى معاوية في حاجة فأتيته وهو يأكل فقلت أتيته وهو يأكل فأرسلني الثانية فأتيته وهو يأكل فقلت أتيته وهو يأكل فقال لا أشبع الله بطبة وقد روى البيهقي عن ابن عباس قال كنت ألعب كنت ألعب مع الغلمان فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء فقلت ما جاء إلا إلي فذهبت فاختبأت على باب فاختبأت على باب فجاء فحطاني حطوة وقال اذهب فادع لي معاوية وكان يكتب الوحي قال فذهبت فادعوته له فقيل إنه يأكل فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إنه يأكل فقال اذهب فادعه لي فأتيته الثانية فقيل إنه يأكل فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال في الثانية لا أشبع الله بطنة قال فما شمع بعدها قلت وقد كان معاوية رضي الله عنه لا يشبع بعدها ووافقته هذه الدعوة في أيام إمارتي فيقال إنه كان يأكل في اليوم سبع مرات طعاما بلحم وكان يقول والله لا أشبع وإنما أعي وقد ورد من هذا النوع كثير وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة بطرق متعددة عن جماعة من الصحابة تفيد القطع أنه صلى الله عليه وسلم قال اللهم من سببته أو جلدته أو لعنته وليس لذلك أهلا فاجعل ذلك قربة له تقربه بها عندك يوم القيامة انتهى الشريط الواحد والعشرون وننتقل إلى الشريط الثاني والعشرين الشريط الثاني والعشرون الوجه الأول وفي حديث ابن مسعود في دعائه صلى الله عليه وسلم على أولئك النفر السبعة الذين أحدهم أبو جهل ابن هشام وعصحابه حين طرحوا على ظهره عليه الصلاة والسلام سن الجزور وألقته عنه ابنته فاطمة فلما صرف قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة ثم سم بقية السبعة قال ابن مسعود فوالذي بعثه بالحق لقد رأيتهم صرعا في القليب قليب بدر الحديث وهو متفق عليه وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب قال فرفعوه وقالوا هذا كان يكتب لمحمد وأعجب به فما لبث أن قصم الله عنقه فيهم فحفروا له فواروه فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها ثم عادوا فحفروا له وواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها فتركوه منبوذا رواه مسلم ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من الكائنات المستقبلة وهذا باب عظيم لا يمكن استقصاء جميع ما فيه لكثرتها ولكن نحن نشير إلى طرف منها وبالله المستعان وذلك منتزع من القرآن ومن الأحاديث أما القرآن فقال تعالى في سورة المزمل وهي من أوائل ما نزل بمكة علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقتلون في سبيل الله الآية العشرون من سورة المزمل ومعلوم أن الجهاد لم يشرع إلا بالمدينة بعد الهجرة وقال تعالى في سورة اقتربت وهي مكية وهي مكية أن يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر الآية الرابعة والأربعون والخامس والأربعون من سورة القمر ووقع هذا يوم ببر وقد تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خارج من العريش ورمهم بقبة من الحصباء فكان النصر والظفر وهذا مصداق ذاك وقال تعالى تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد سورة المسد فأخبر أن عمه عبد العزة ابن عبد المطنب الملقب بأبي لهب سيدخل النار هو وامرأته فقدر الله عز وجل أنهما ماتا على شركهما لم يسلما حتى ولا ظاهرة وهذا من دلائل النبوة الباهرة وقال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا الآية الثامنة والثمانون من سورة الإسراء وقال تعالى وقال تعالى في سورة البقرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين الآيتان الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون من سورة البقرة فأخبر أن جميع الخليق لو اجتمعوا وتعابدوا وتناصروا وتعاونوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن في فصحته وبلغته وحلوته وإحكام أحكامه وبيان حلاله وحرامه وغير ذلك من وجوه إعجازه لما استطاعوا ذلك ولا ما قدروا عليه ولا على عشر سور منه بل ولا سورة وأخبر أنهم لم يفعلوا ذلك أبدا ولم لنفي التأبيد في المستقبل ومثل هذا التحدي وهذا القطع وهذا الإخبار الجازم لا يصدر إلا عن واثق بما يخبر به عالم بما يقوله قاطع أن أحدا لا يمكنه أن يعارضه ولا يأتي بمثل ما جاء به عن ربه عز وجل وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أن يعبدونني لا يشركون في بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون الآية الخامسة والخمسون من سورة النور وهكذا وقع سواء بسواء مكن الله هذا الدين وأظهره وأعلاه ونشره في سائر الآفاق وأنفذه وأنضاء وقد فسر كثير من السلف هذه الآية بخلافة الصديق ولا شك في دخوله فيها ولكن لا تختص به بل تعمه كما تعم غيره كما ثبت في الصحيح الهامش الحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه انتهى الهامش كما ثبت في الصحيح إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده وإذا هلك كسر فلا كسر بعده والذي نفسي بيده لا تنفقنا كنوزهما في سبيل الله وقد كان ذلك في زمن الخلفاء ثلاثة أبي بكر وعمر وعثنا رضي الله عنهم وأرضاهم وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الآية الثالثة والثلاثون من سورة التوبة وهكذا وقع وعم هذا الدين وغلب وعلى على سائر الأديان في مشارق الأرض ومغاربها وعنت كلمته في زمن الصحابة ومن بعدهم وذلت لهم سائر البلاد ودان لهم جميع أهلها ودان لهم جميع أهلها على اختلاف أصنافهم وصار الناس إما مؤمن داخل في الدين وإما مهادن باذل الطاعة والمال وإما محارب خائف وجل من سطوة الإسلام وأهله وقد ثبت في الحديث الهامش الحديث رواه مسلم وأحمد وأبو داود والتربذي وابن ماجة انتهى الهامش وقد ثبت في الحديث إن الله زوى لي مشارق الأرض ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوى لي منها وقال تعالى قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون الآية سورة الفتح الآية السادسة عشرة وسواء كان هؤلاء هواز أو أصحاب مسينما أو الروم فقد وقع ذلك وقال تعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعج لكم هذه وكف أيدي الناس وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيمة وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا الآيتان العشرون والواحدة والعشرون من سورة الفتح وسواء كانت هذه الأخرى خيبر أو مكة فقد فتحت وأخذت كما وقع به الوعد سواء بسواء وقال تعالى قد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا الآية السابع والعشرون من سورة الفتح فكان هذا الوعد في سنة الحديبي عام ست ووقع إنجازه في سنة سبع عام عمرة القضاء كما سيأتي الهامش سيأتي بيانه في المغازي النبوية في الجزء الثالث بعونه تعالى انتهى الهامش وسنذكر الحديث وفيه أن عمر قال يا رسول الله ألم تكن تخبرنا أن سنأتي البيت ونطوف به قال بلى فأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا قال لا قال فإنك تأتيه وتطوف به قال بلى فأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا قال لا قال فإنك تأتيه وتطوف به وقال تعالى وإذ يعيكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويرود الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين الآية السابعة من سورة الأنفال وهذا الوعد كان في وقعة بدر لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة ليأخذ عير القريش فبلغ قريشا خروجه إلى عيرهم فنفروا في قريب من ألف مقاتل فلما تحقق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قدومهم وعده الله إحدى الطائفتين أن سيظفره بها إما العير وإما النفير فود كثير من الصحابة ممن كان معهم أن يكون الوعد للعير لما فيه من الأموال وقلة الرجال وكرهوا لقاء النفير لما فيه من العدد والعدد فخار الله لهم وأنجز لهم وعده في النفير فأوقع بهم بأسه الذي لا يرد فقتل من سراتهم سبعون وأسر سبعون وفادوا أنفسهم بأموال جزيرة فجمع لهم بين خيري الدنيا والآخرة ولهذا قال تعالى ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين وسيأتي بيان هذا في غزوة بدر وقال تعالى يا أيها النبي قل من في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم سورة الأنفال الآية السبعون وهكذا وقع فإن الله عوض من أسلم منهم بخير الدنيا والآخرة ومن ذلك ما ذكره البخاري أن العباس جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلة فقال له خذ فأخذ في ثوب مقدارا لم يمكنه أن يقله ثم وضع منه مرة بعد مرة حتى أمكنه أن يحمله على كاهله وانطلق به وهذا من تصديق هذه الآية الكريمة وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجسوا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم الآية الثامنة والعشرون من سورة التوبة وهكذا وقع فقد عوضهم الله عما كان يغضو إليهم من حجاج المشركين بما شرعه لهم من قتال أهل الكتاب وضرب الجزية عليهم وسلب أموال من قتل منهم على كفره كما وقع بكفار أهل الشام من الرومي ومجوس الفرس وبالعراق وغيرها من البلدان التي انتشر الإسلام على أرجائها وحكم على مدائنها وفيفائها قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كانها المشركون سورة التوبة الآية الخامسة والتسعون بل سورة التوبة الآية الثالثة والثلاثون وقال تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رس ونأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون الآية الخامسة والتسعون من سورة التوبة وهكذا وقع لما رجع صلى الله عليه وسلم من غزوة تبو كان قد تخلف عنه طائفة من المنافقين فجعلوا يحلفون بالله لقد كانوا معذورين في تخلفهم وهم في ذلك كاذبون فأمر الله رسوله أن يجري أحوالهم على ظاهرها ولا يفضحهم عند الناس وقد أطلعه الله على أعيان جماعة منهم أربعة عشر رجلا كما سيأتي في غزوة تبوك فكان حذيفة ابن اليمان من من يعرفهم بتعريفه إياه صلى الله عليه وسلم الهامش قوله سيأتي بيانه أي سيأتي بيانه في المغازي النبوية في الجزء الثالث بعونه تعالى انتهى الهامش وقال تعالى وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سورة الإسراء الآية السادسة والسبعون وهكذا وقع لما اشتوروا عليه ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه من بين أظهرهم ثم وقع الرأي على القتل فعند ذلك أمر الله رسوله بالخروج من بين أظهرهم فخرج هو وصديقه أبو بكر فكمنا في غار ثور ثلاثا ثم ارتحل بعدها كما قدمنا وهذا هو المراد بقوله إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم الآية الأربعون من سورة التوبة وهو المراد من قوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين الآية الرابعة والخمسون من سورة آل عمران ولهذا قال وإذن لا يلبثون خلافك إلا قليلا وقد وقع كما أخبر فإن الملأ الذين اشتوروا على ذلك لم يلبثوا بمكة بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلا ريث ما استقر ركابه الشريف بالمدينة وتابعه المهاجرون والأنصار ثم كانت وقعة ببر فقتلت تلك النفوس وكسرت تلك الرؤوس وقد كان صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك قبل كونه من إخبار الله له بذلك ولهذا قال سعد بن معاذ لأمية بن خلف أما إني سمعت محمد صلى الله عليه وسلم يذكر أنه قاتلك فقال أأنت سمعته؟ قال نعم قال فإنه والله لا يكذب وسيأتي أنه عليه السلام جعل يشير لأصحابه قبل الوقع إلى مصارع القتلى فما تعد أحد منه الموضعه الذي أشار إليه صلوات الله وسلامه عليه قوله سيأتي هذا أي سيأتي في المغاز النبوية في الجزء الثالث بعونه تعالى والآيات الست هي الست الأولى من سورة الروم وهذا الوعد وقع كما أخبر وقال تعالى ألف لا ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون الآيات الست الأولى من سورة الروم وهذا الوعد وقع كما أخبر به وذلك أنه لما غلبت فارس ولم غنبت فارس الروم فرح المشركون واغتم بذلك المؤمنون لأن النصارى أقرب إلى الإسلام من المذوس فأخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأن الروم ستغلب فرس بعد هذه المدة بسبع سنين فوقع الأمر كما أخبر به القرآن غلبت الروم أو غلبت الروم فارس بعد غلبهم غلبا عظيما جدا وقال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد الآية الثالثة والخمسون من سورة فصلت وكذلك وقع أظهر الله في آياته ودلائله في أنفس البشر وفي الآفاق بما أوقعه من الناس بأعداء النبوة ومخالفية الشرع ممن كذب به من أهل الكتابين والمجوس والمشركين وما دل ذو البصائر والنهى على أن محمد رسول الله حقا وأن ما جاء به من الوحي عن الله صدق وقد أوقع له في صدور أعدائه وقلوبهم رعبا ونهابة وخوفا كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال نصرت بالرعب مسيرة شهر وهذا من التأييد والنصر الذي آتاه الله عز وجل وكان عدوه يخافه وبينه وبينه مسيرة شهر وقيل كان إذا عزم على غزو قوم أرعبوا قبل ما جئه إليهم ووردوه ووروده عليهم بشهر قبل ما جئه إليهم ووروده عليهم بشهر صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين انتهى الوجه الأول وننتقل إلى الوجه الثاني الوجه الثاني ومن ذلك الحديث الذي رواه البخاري عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض فيها نخل فذهب وهلي فذهب وهلي الهامش وهلي بفتحتين أي ظني انتهى الهامش فذهب وهلي إلى أنهم يمام أو هجر فإذا هي المدينة يثرب ورأيت في رؤيي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان فإذا هو ما جاء به من الفتح واجتماع المؤمنين ورأيت فيها بقرا والله خير فإذا هم المؤمنون يوم أحد وإذا الخير ما جاء ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي أتانا بعد يوم بدر ومن ذلك قصة سعد بن معاذ مع أمية بن خلف حين قدم عليه مكة فقد روى البخاري عن عبد الله بن مسعود قال انطلق سعد بن معاذ معتذرا فنزل على أمية بن خلف أبي صفوان وكان أمية إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة نزل على سعد فقال أمية لسعد انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت فبين سعد يطوف فإذا أبو جهل فقال من هذا الذي يطوف بالكعبة فقال سعد أنا سعد فقال أبو جهل تطوف بالكعبة آمرا وقد آويت محمدا وأصحابه فقال نعم فتلاحيا بينهما فقال أمية لسعد لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد أهل الوادي ثم قال سعد والله لئن نعتني أن أطوف بالبيت لأقطعنا متجرك بالشام قال فجعل أمية يقول لسعد لا ترفع صوتك وجعل يمسكه فغضب سعد فقال دعنا عنك فإني سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك قال إياي قال نعم قال والله ما يكذب محمد إذا حدث فرجع إلى امرأته فقال أنا تعلمين ما قال لي أخي أن يثربي قالت وما قال لك قال زعم أنه سمع محمدا يزعم أنه قاتلي قالت فوالله ما يكذب محمد قال فلما خرجوا إلى بدر وجاء الصريخ قالت له امرأته ما ذكرت ما قال لك أخوك اليثربي قال فأراد أن لا يخرج فقال له أبو جهن إنك من أشرافي الوادي فسر يوما أو يومين فسار معهم فقتله الله وهذا الحديث من أفراد البخاري ومن ذلك قصة أبي بن خلف الذي كان يعرف حصانا له فإذا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني سأقتلك عليه فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتلك إن شاء الله فقتله يوم أحد كما سيأتي بسطه الهامس سيأتي بيانه في المغازي النبوية في الجزء الثالث بعونه تعالى ومن ذلك إخباره عن نصارع القتل يوم بدر كما سيأتي الحديث في الصحيح الهامس سيأتي هذا في المغازي النبوية في الجزء الثالث بعونه تعالى انتهى الهامس كما سيأتي الحديث في الصحيح أنه جعل يشير قبل الوقع إلى محلها ويقول هذا مصرع فنان غدا إن شاء الله وهذا مصرع فنان قال فولذي بعثه بالحق ما حاد أحد منهم عن مكانه الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك إخباره عن فتح مدائم كسرى وقصور الشام وغيرها من البلاد يوم في حفر الخندق لما ضرب بيده الكريم تلك الصخرة فبرقت من ضربه ثم أخرى ثم أخرى كما سيأتي الهامس سيأتي هذا في المغازي النبوية في الجزء الثالث بعونه تعالى ومن ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفس محمد بيده لتنفقنا كنزهما في سبيل الله ورواه مسلم وقد وقع مصداق ذلك بعده في أيام الخلفاء ثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان استوثقت هذه الممالك فتحا على أيدي المسلمين استوثقت هذه الممالك فتحا على أيدي المسلمين وأنفقت أموال قيصر ملك الروم وكسرى ملك الفرس في سبيل الله على ما سنذكره بعد إن شاء الله وفي هذا الحديث بشارة عظيمة للمسلمين وهي أن ملك فارس قد انقطع فلا عودة له ومن كروم للشام قد زال عنها فلا يملكونها بعد ذلك ولله الحمد والمن وفيه دلالة على صحة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان والشهادة لهم بالعدل حيث انفقت الأموال المغنومة في زمانهم في سبيل الله على الوجه المرضي المندوح ومن ذلك ما رواه البخاري عن عبي بن حاتم قال بينا أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشك إليه الفاقة ثم أتاه آخر فشك إليه قطع السبيل فقال يا عبي هل رأيت الحيرة أت لم أرها قال وقد أنبئت عنها قال فإن طالت بك حياة لترين الضعيلة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة ما تخاف أحدا إلا الله عز وجل قلت فيما بين وبين نفسي فأين دعار طي فأين دعار طي الذين قد سعروا البلاد الهامش دعار بكسر الدالي جمع داعر والدعار هي الخبث والفسق انتهى الهامش قلت فيما بيني وبين نفسي فأين دعار طي فأين دعار طي الذين قد سعروا البناد وإن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى وإن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى قلت كسرى ابن هرمز قال كسرى ابن هرمز ولا ان طالت بك حياة لترى ين الرجل يخرج ملأ كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه ولا يلقى ين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له فيقولن له ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك فيقول بلى فيقول ألم أعطك مالا وولدا وأفضلت عليك وأفضلت عليك فيقول بلى فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم قال عدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابتقوا النار ولو بشق تمر فإن لم تجد فبكلمة طيبة قال عدي فرأيت الضعينة ترتحن من الحيرة حتى تتوفى بالكعبة فلا تخاف إلا الله عز وجل وكنت في من افتتح كنوزة كسرى وهو ابن هرمز وكنت في من افتتح كنوزة كسرى ابن هرمز ولئن طالت بك حياة لترون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم يخرج من أكفه ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد عن خباب بن الأرد قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ظل الكعبة متوسدا بردة له فقلنا يا رسول الله ادعو الله لنا واستنصره قال فاحمر لوله أو تغير فقال لقد كان من القبلكم لقد كان من القبلكم تحفر له الحفيرة ويجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق ما يصرفه عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظم أو نحم أو عصب ما يصرفه عن دينه وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء إلى حضر موت ما يخشى إلا الله والذئب على غلمه ولكنكم تعجلون وهكذا رواه البخاري إخباره صلى الله عليه وسلم بما وقع من الأخبار الماضية وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأخبار الماضية طبق ما وقع وعن الأخبار الحاضرة سواء بسواء كما أخبر عن أكل الأرضة لتلك الصحيفة الظالمة التي كانت بطون قريش قديما كتبتها على مقاطعة بني هاشم وبني المطلب حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة فأنسل الله الأرضة فأكلتها إلا مواضع اسم الله تعالى وفي رواية فأكلت اسم الله منها تنزيها له أن يكون مع الذي فيها من الظلم والعدوان فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه أبا طالب وهم بالشعب فخرج إليهم أبو طالب وقال لهم عما أخبرهم به فقالوا إن كان كما قال وإلا فسلموه إلينا فقالوا نعم فأنزلوا الصحيفة فواجدوها كما أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء بسواء فأقلعت بطون قريش عما كانوا عليه لبن هاشم وبن المطلب وهذا الله بذلك خلقا كثيرا وفي يوم بدر لما طلب من العباس لما طلب من العباس عمه فداء ادعى أنه لا مال له فقال له فأين المال دفيته أنت وأم الفضل تحت أسكفة الباب وقلت لها إن قتلت فهو للصبية فقال والله يا رسول الله إن هذا شيء لم يطلع عليه غيري وغير أم الفضل إلا الله عز وجل إلا الله عز وجل وأخبر بموت النجاشي يوم مات وهو بالحبشة وصل عليه وأخبر بموت النجاشي يوم مات بالحبشة وصل عليه وأخبر عن قتل الأمراء يوم مؤتة يوم مؤتة واحدا بعد واحد وهو على المنبر وعيناه تدرفان وأخبر عن الكتاب الذي أرسل به حاطب ابن بلتعة مع تلك الضعينة إلى قريش وأرسل في طلبها عليا والزبير والمقداد فواجدوها قد جعلته في إقاصها كما سيأتي ذلك في غزوة الفتح الهامش سيأتي هذا في المغاز النبوية في الجزء الثالث بعونه تعالى وقال صلى الله عليه وسلم انتهى الهامش وقال صلى الله عليه وسلم لأميري كسرى الذين بعثا بهما نائب اليمن لكسرى ليستعلم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربي قد قتل الليلة ربكما فأرخى تلك الليلة فإذا كسرى قد صلت الله عليه ولده فقتله فأسلم وأسلم نائب اليمن وكان سبب ملك اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الهامش بعد هذا سرد ابن كثير عددا كبيرا من أخبار الفتن وأشراط الساعة وذلك من الصفحة الواحدة والتسعين بعد المئة وحتى الصفحة الرابعة والعشرين بعد المئتين من الجزء السابس وقد أعاد ذكرها في النهاية من كتابه هذا فرأينا عدم ذكرها هنا وأن تبقى في موضعها الموضوعي تنافيا للتكرار انتهى الهامش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة